بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم اليوم عن الادرينال كورتكس وده معناها قشرة الغذة القذرية اللي فوق الكلة او بنسمها القشرة بتاع الغذة الفوق كلوية يعني الغذة اللي موجودة فوق الكلة الادرينال كورتكس بتحتوي على هرمون يعبد انه هو هرمون essential for life حد حضراتكم يعرف يقول لي ايه الهرمون اللي بيطلع من الغذة دي essential for life الاسترون الايه الاسترون الاسترون بارك الله فيك دكتور بارك الله فيك ايه الاثر هرمون اللي ها essential for life in general يعني الهرمونات اللي essential for life غير الاسترون ايه الاثر هرمون essential for life غير الاسترون مش خدتوا الاندوكراينة دكاترة ها الكورتزون لا الكورتزون ده مش essential for life ده بيشتغل في حالات الاسترس فقط يعني يعني يدوره في البيزل كونديشنز مش قوي لكن هو هرمون الاسترس لكن الاسترون ده ده لاحنا نقدرش نستغنى عنه خالص الاسترس او غير الاسترس ايه الانسرين بارك الله فيك يا دكتور يبقى الالدوستيرون والانسرين واحد كماه عايز واحد كماه ايه 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 ان شاء الله عنه ما يقول حد طول ايه خليه اصير والقزمة مش عايش الاخذان مش عايشين الاستروجين يا راجل ايه 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 يعني احنا عايشين من غير استروجين مشكلة او حاجة والاستروجين في الليف يعني الحياة لا تستقيم بدونه مه usa الان اه هloud السريتونين سريتونين السريتونين ده الديبامين يقم بوظفته مش اسينشل ورا حاجة والملاتونين يقم بوظفته ملتونين لسه بقول هو ملتونين يقم بوظفته تلاته بش permits ومشبه بعض ملتونين سريتونين دبامين كثيرنا استكلين غيرلين هرمون. ليه؟ غيرلين. هذا الغيرلين هو أهم في الجائع تي و الجائع تي على بعضه وكده ليست استقرار للحياة. ممكن يديك محليل في الوريه ونغزيك من الموريه. نتكلم عن الاستقرار للحياة. لا يوجد حياة استقرر بدونه. ما هذا الهرمون؟ البراثورمون هرموني هذا كثيرا. باراثورمون هرموني. لأن هذا المفروض يزود الكلسيوم إذا قل. فالكلسيوم لو قل، حضراتكم عارفين يحصل تيتاني. يحصل كنفرجن في عضلات التنفس. ويموت. لذلك الكلسيوم قال. البراثورمون هرموني هو الذي يزبط الكلسيوم في الجسم. وهو البراثورموني هرموني. البراثورموني هو البراثورموني. الانسولين والألدوستيرون. دول الثلاثة الأساسيين. توكلنا عنها. يبقى احنا النهاردة بصدد أحد الهرمونات اللي موجودها في الغدة دي. أول الألدوستيرون إلى جنب الهرمونات الأخرى اللي بتفرز منها من الأدرينال كورتكس. الأدرينال جيلان دون تحضراتكم عارفين إن هي غدتين. أفوق كل كلا فيه غدة. أدرينال جيلان. واحدة يمين واحدة شمال. والغدة دي لو أخذناها إ standardized. بعرفته بعرفة إذا الشرحناها، هتلاقéis على Chan femqiaع اسمه الأدرينال المضلة. والمضلة دي اللي بتفرز المجموعة الكاتيكولامين اللي هم وعلى رأس هذه العائلة الالدسترون هرمون بعد هي الزونافسيكلاتة وأذي تفرز مجموعة من الهرمونات اسمها القلوكوكورتيكايد وعلى رأس هذه العائلة الكورتزول زوناريتكيوليرز وتفرز مجموعة من الهرمونات اسمها الاندرجين وعلى رأس هذه العائلة الدي exaggerated Ouaisびا strand heidroαιبian ويسمها دي هايدرو ابياندرسترون ودي هايدرو ابياندرسترون اس والمضالة التي نخاعل غضة القذرية هي تفرز مجموعة الكاتيكولامين التي قلنا عليهم الأدرينالين والنور أدرينالين والدوبامين وهذه الكورتكس وهذه المضالة، وهذه من ناحية التركيين الأدرينال جيلاند هو المنسيكريشان بتاع الانر مضالة، يعني بالنسبة للانر أدرينال مضالة هو الكاتيكولامين بنسبة 80% أدرينالين و20% نور أدرينالين ودوبامين يعني لنسبة بسيطة من الدوبامين الأوتر أدرينال كورتكس يعني هذه المضالة، لكن الكورتكس التي نحن بصدتها اليوم في المحاضرة، الأدرينال كورتكس تفرز بسترويد هرمون النواية الأساسية لتكوين الهرمونات كلها بملية الكوليستيرول، كلمة كور تربية النواية الأساسية تكوين هذه الهرمونات والشتار على الأنظام مختلفة جيلاند، نحيه الاياه أو الجلوكورتكويد، نحيه المنورالي، والسكسوهرمون أولا لسترويدغي وجرد الا كوليستيرول وكوله يتطاعهم من الدهون، و ماذا Kore Kaneذا owner لا يوجد شيء أسمع أن أستغنى عن الدهون في الوجبات لا يوجد شيء أسمع من ريجيم قاسي و لا يوجد دهون لا، لازم تأكل دهون رغم عن أنفك لأن هناك هرمونات أساسية تنتج من هذه الهرمونات والكوليسترول ليس مادة ضرّة إلا إذا زاد لكن هناك شيء يمثل إليه كوليسترول هو النواة الأساسية لتكوين هذه الهرمونات هو النواة الأساسية لتكوين الفوسفليبدلير وهو النواة الأساسية لتكون خلال مخ المخ كله معظمه دهون يعني المخ كله ليبت وعلى رأسها الكوليستيرول يعني الموضوع مش على إطلاقه كده لا، أنا مش هاكل دهون أنا عايز أخصه، أنا مش عارف يا عمد ريجيم، أنا مش عارف إيه لا، كده في البوز الدنيا لازم تأكل احتياجاتك من الكوليستيرول يوميا لا يوجد شيء أسمعها أن أنا أقلع عن الكوليستيرول مهم الآن،wurf أنت أنت طريقة أيضا الهارة بالغلوكورتيكوين هو المنتابوليزم تعوع الكاربوهيدرات هرمون الالدوثيرون. السيكسو هرمون ده لأ الاندروجينز وده مهمة في الربادة الربادة في الميل والفي ميل. وبالمناسبة قبل ما كمل المحاضرة هو. طيب ما يعني يعني الاندروجينز هو اللي موجود في الأدريل الكورتكس في الميل والفي ميل. ليه مش استروجين يعني ليه هرمونات ذكورة اللي موجودة. لأن في أصل الخليقة أصل الخليقة يا حضرات أصل الخليقة. ربنا يا خلق حواء من آدم. وخلق الاستروجين من الاندروجين. لو عرفتوا الكيميا بتاعت الجسم كلها حتى في الفيميل حتى في الأوفري. لو حضرتكم متذكرين في الأوفريان سايكل والكلام ده كان الـ LH بينتج من السيكا سيلز بتاعت الاوفري كوربس الويتين بينتج منها أندروجين ويتحول الأندروجين بالأروماتيز إنظيم إلى استروجين. يعني حتى الاستروجين في الفيميل يطلع من الأندروجين. يعني الأوفريان نفسه ينتج أندروجين ويتحول إلى استروجين. وهذه قاعدة الخلق يا سبحانه وتعالى يعني. هو أصل الخليقة أني حواء خلقت من آدم. كل ما هو أنسى يخلق من كل ما هو ذكر وهكذا. يبدأ الاستروجين يطلع من الأندروجين في السلسلات التفاعلات الكيميائية. فالأندروجين هو الأصل يعني. ميل وفي ميل. الأدروجين هو ستريس جيلاند. ستريس جيلاند. ستريس جيلاند يعني قد تشتغل في الطوارئ بالقدر الأعظم. أشياء تطلعوا بالقدر الأعظم. الأدروجين دعمتها. ليه يبقى؟ فهو هرمون الكورتكال هرمون على رأسها على رأسها الألدوستيرون. اللي هو خاص به السلس. الأسر على رأسها الكورتزول اللي خاص بالسلس. وفها المضلة اللي فيها الكاتيكولامين اللي الجهي الاسترس. يعني فعه هرمونين خاصين بالاسترس. هرمون موجود في الكورتكس. بإنتاج مناه الكورتكس. ألا وهو الجليب كورتكويتس. والألدوستيرون كمان يشغل في الاسترس بالمناسبة يعني. والمضلر يهرمون اللي في المضلة اللي هو الكاتيكولامين. لو شفنا كده الكورتكس قلنا فيها زونها جولوموريولوزا. بطلع المضلر كورتكويتو على رأسها الكولالدوستيرون ثاني. الزونها فاسكيولاتا. بتطلع على جولوكورتكويتو وعصال الكورتزول. الزونها تكيوليولز. بتطلع على أندرجين دي هيدرو إبياندريسترون. المضلة بتطلع على كاتيكولامين. إبنيفرين ورأبنيفرين والدوبامين. ده منشأ منشأ الهرموناتة هو أساس الكوليسترول. ده أساس الكوليسترول في البيوكيميستر في الكيمياة. بص كده. كوليسترول هو ابن سلسلة من التفاعلات تهيات والإنظام التي تعمل. في النهاية الثلاثة المهمين يختzne الالدوستيرون. هذا الزونها جولوموريولوضا. وده الكورتزول بتاع الزونها فاسكيولاتا. وهذا الدي هيدروإبياندريسترون بتاع الزونها ورمكنهم إليها. الزونها اندريستنيديون. هذهium. يتحبه المهمة إلى استرون وستردايون. يمكن أن يحولون هرمونات الأنوسة من الأندرجن يحولون هرمونات الأنوسة إلى استرادايول والسترون هذا الدياجرام الذي يوضح لي منشأ هذه الهرمونات الثلاثة أصلهم لسترويد والكوليستيرول لكي يطلق على كل هرمونات استرويد نبدأ بالكورتيكوسترون، ما هو بالكورتيكوسترون؟ عبارة عن سنستاذ في الثلاثة زون وتلمى الكورتيكوسترون حابته في الثلاثة زون، وه�影響 كل هرمونات السعية في هذه المادة هي الكورتيكوسترون التي ينتاجها من الكورتيكس bo Almighty المادة الرئيسية، وال ski suffer by its followers وتحول إلى Zwolm وهي đấyست risenي يج habitats احد مشتقات الكورتيكوسترون تحول الى تيستوستير وهكذا كله يتحول الى ده المشتق الرئيسي عندنا اثنين ميرال كورتيكوات هرمون في الزينا جرنوليوزا واحد اسمه الالدوستيرون هذا على رأس العائلة هذا الكبير بتعالية الميرال وكرتيكوات في الزينا جرنوليوزا والثاني اللي هو ديزيكسو كورتيكوسترون هؤلاء يأثروا على الميرال ويحافظوا على معادلات الصوديام والبوتاسيام ثابتة في الجسم زينافسيكولاتا والريتيكولاريز بيطلعوا اثنين جلوكو كورتيكوات هرمون على رأسهم هرمون الكورتيزول بالنسبة عليه هو 95% من إنتاج الزينافسيكولاتا والكورتيكوسترون كورتيكوسترون ده احد عائلة الجلوكو كورتيكوائز بلعب ما جرور في الجلوكوزم تابوين اسمه جلوكو يعتع الجلوكوزم تابوليزم الى جانب بلعب دور في الميتابوليزم بتاع البروتين والليبت زي ما نشوف ان شاء الله سيكسو هرمون بتطلع من الزينافسيكولاريز اللي هي دي بلاير بتاع الكورتيكس بتطلع اندروجين وعلى رأسهم الدي هيدرو ابياندروستيرون والدي هيدرو ابياندروستيرون اس وهو نسبة بسيطة من الاندروستينيديون والاندروستينيديون ده بتحول الى استروجين في الفيمين وفي الميل برا يعني بتحول الى استروجين في الميل والفي ميل اندروستينيديول ده نبتدي بالزونافسيكولاتا يعني اللي فيها الكورتيزون عشان هو اطول واحد فيهم انا بادئ به عشان ده الطويل في ال اطلاق على��면 عندما نبدأ بالزونا بالرجل ثم الديب لكننا هب amongst the inner core void بوقع اندروستير ل mira مادرني الى اكتراك تاسبيدة للا هو الزينافس Giardine والسلام يعني هده كان الجولوكورتيكوز ت ‫الuishيجورها تقانيه الشائع معنا طبعا طبعا هو الكمين اندراك لنا الجولوكورتيكوز هي من الزينافسيكولا ت werd две الحال اي المكانيزم showed Canada وعلى الشاختي هذا جلوكورتكويد هاي البحث للأسترويد تعدي الخلية يعني تعدي الخلية 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 سيتوبلازمة وليدتو فهو يعدما فيكف السيلميب منه لأنه هذا السترويد سييدوب في طبقة الدهون في الفوسفوليب دير بسهولة في سليم بسهولة عندما يعدي بسهولة لгم يمسك مستقبلات في السيتوبلازمة لهم يمسك فيها ويتحد مع ريسيبتور دول ويدخلوا من النوايين يمسك في الريسيبتور ويدخل النوايين ويدخل النوايين ويدخل النوايين ويعمل له أنفولدنج في حتة معينة يفرده يعني وينسخ منه الامرنية ويطلع براه بالرسالة التي يبني بها البروتين فيروح للميتو كوندرا وجولج أبريتوس ويبني بروتين معين في الخليل ويعمل الأكشى الذي أمطلوب منه من كورتوزون داخل الخليج يبقى هو له مستقبلات لأيما في السيتوبلازم لأيما بعض الجلوكورتوكويد لها مستقبلات داخل النواة شخصيا لكن الشائع أن هو في السيتوبلازم الشائع أن الريسيبتور بتاع الكورتوكسترويد الموجودة في السيتوبلازم فالكورتوزون يدخل الخليج يتحد باعل ريسيبتور بتاعته في السيتوبلازم هو وعدا يدخل النواة على طول يشتغل على الـ DNA ويفرد حتة في الـ DNA يطلع منه الـ mRNA Transcription فهي طلع براه ويطلع براه ويطلع البيولازم تاني يروح لجولجي أبريليتا سور البيولازم كريتيكولم وينتدى عملية بناء البروتين في الخريج هذا الاخشن بتاع الكورتزون الكورتزون يعني أنا قلت للطلبة في الجروب عندي أنا ما بحبش أسمع الكورتزون وانتو بتجاوبوا عليه أصلاً ما بحبش اهتمامك كطبيب بالكورتزون نهائياً ومحبش ان دكتور يعرف انه في دواسم كورتزون يعني من الآخر كده يعني ما حبش ان دكتور يتأصل في ذهنه ويبقى حصد في دماعه كده ان الكورتزون ده دواه لا الكورتزون ده هو يعني فيه أنا بديه عندما أكون مضطراً يعني ما سيبش إيدي في وصفه للمريض لانه هو أنا ما بصفه للمريض قائب والجميع هو بيجيب magic effect بيجيب فعل السحر والخيال يعني بيخل العيان يبقى زي الفل هو قاعد قدامه كلساً ما روحش لو ديت حون الكورتزون هو في العيادة عند سيادتك في ال private بتاعك او في المستشفى هيتحسي العيان في حينها لكن ما بعد هذا ما بعد هذا انت بديته كورتزون والفل هو مبسوط والعيان مبسوط والدنيا حلوة لكن هيبتدئ من المشاكل هنعرفها مع بعض الوقت مشاكل للدنيا هتركبه بقى ممكن لو عنده استعادة للصكر مبسوط يجبت له السكر بحونة الكورتزون لو عنده استعادة للضغط سيجيله ضغط سيجيله كورتزون سيجيله نقص في المناعة سيجيله بلاوة كتير مجرد انت فرحته لكن هناك هذا اللي بقول عليه هو اللاست لاين يعني لما العين يقول لك الحال يا دكتور أنا بموت 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 دلو كورتزون بقى شوف ما هيبيت ما هيموت أخلاص دلو كورتزون بقى مش هنحمل هم إيه ساعتها لكن عين كده عادي وعيش حياته العادية وتقوموا دلو كورتزون وعيشها عليه كمان دمأسا يا حضرات يعني أنا نصيحة نصيحة لحضراتكم انسى ان في الطب في علاج اسم الكورتزون إلا في الحالات اللي هي تودي بحياة المريض الحالات اللي هي ممكن تهدد حياة المريض لكن أنا أوصفه كده على العمل والبطل كده هو ترايح جاي كده كورتزون 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 والرشتات كلها منها كورتزون لا يا صح هذا على الإطلاق هذا نصيحة لوجه الله تعالى لكن أنا يعني معلش مع احترامي لبعض الإخوة الدكاترة هم عايزين يقول لهم سمعة يعني والعين هيقعد يستنم علي مواقع أصلي فيه مجرز الثانية غير الكورتزون التباحة مع المريض بس بتطول معي في النتيجة يعني مريضة برونكا الأزمة يا حضرات السيدة الأفاضل للمريضة برونكا الأزمة ده أنا أدينه جاست برونكو ضيليتر خفيف سالجويتامون ولا بتاعه وشوية تكلسم في المحلول كده ويعمل حاج بصبر معنا شوية واخدها تبقى زي الفلوب ده بدل ما يتحسن في ديئتين بالكورتزون هيتحسن في ساعة يا حضراتي يعني بدات تاني أنا الكسبان في الآخر بس أنا فاهم العيان أصبر معي شوية حاج احنا مش مستعجين على حاجة يعني يعني هي دي الفكرة لكن لما يكون بقى فشل كل الميجرز دي ألجأ الكورتزون في الآخر فشلت كل بقى لقى بدله كلسا ما فيش فايدة بدله محل ما فيش فايدة بدله برونكو ضيليتر ما فيش فايدة ده جربنا مع عقل أن تهست منك ما فيش فايدة الله أصبع حكمنا بالطارة دلو كورتزون مش موالا أسيبو كده بيتألم طول حياتي يعني ده آخر لين آخر حاجة أفكر فيه عشان كده بلاء الكورتزون أخف من بلاء المرض يعني المرض لو أنا عندي عيان ويتحمل مرض معين شوية حساسية شوية بتاع كده ومش حساسية جديدة يعني هو الحساسية دي ممكن أن ترحب الكورتزوني بقى زي الفل لكن لو تحمل هو الحساسية دي تيوم وغراحت كده مع أنت هستاملك بسيطة وخلاص خلاص يبقى أن نقبله أنت هستاملك خلاص يعني المرض يتحملوا العيان أحسن ما يتحمل المشاكل والصير إفكت بتاع الكورتزوني أنا مش هقول أكتر من كده وصلت الرسالة فدي نصيحها لفضلاتكم وإيه أنتوا بقى يعني أنتوا وضمركم قدام ربنا في معاملتكم مع المرضى بقى نجي للتأثير الكورتزوني على البروتين متابوليسي الكورتزوني يفرز في الجسم بالمناسبة هو ستريس هرموني يعني بشكل في الطوارئ شوف الطوارئ برضو تعامل بالمنطق ده ربنا خلقه في جسمنا للطوارئ تعامل بالمنطق ده مع المرضى برضو تديه في الطوارئ مع المرضى في الطوارئ مع المرضى مش في العلاج العادي الطوارئ دي يعني حلقانها يموت اللي بتديله بقى كورتزوني يعني هم استريس هرموني لا تنسى أنه استريس هرموني ليس هرمون طبيعي يعني البروتين متابوليسي ما يعمل في البروتين بقى؟ ما هو يا سيد؟ هيكسر لك البروتين في جسمك كله معدل ليبر هيكسر البروتين في جسمك كله معدل البروتين ده عبارة عن السلمي برمي بتاع الخلايا عبارة عن المسل بروتين عضلات حضرتك لعضلات نفسها بروتين يعني كل استراكشن في جسمك بروتين هو بيكسر البروتين كله عشان يوفر أمينو أسد ومعنش ده أستخدمها في الأكسدة في حالات الطوارئ عشان أن تجبها طفا في حالات الطوارئ يعني يقولك في حاجة كده حلوة يعني معلومة ظريفة في المال فالمونيتنج هباطايتس يعني في حالة هباطايتس تلتهاب في الكبد بس الاتهاب حد في الكبد وممكن يودي بالكبد ممكن يدمر الكبد كله اسمها فالمونيتنج هباطايتس إد الكورتزون تسيف الليبرسل تعافز على خلايا الكبد وإن أكسيبينس في بقية الجسم بس هيكلل الليبر زي الفول خلاص أنا أضحي بالعضلات لكن الليبر ما يضحيش به وممكن أضحي بالعضلات هبنيها بعدين مش مشكلة لكن ما يضحيش بالليبر يعني كنا ندفل حالة طوارئ هيا جماعة دي طوارئ طوارئ في المرضى أريد له كورتزون عشان أحافظ على خلايا الكبد على حساب خلايا البروتين أو البروتين اللي موجود في العضلات في الجسم وبيقية الجسم البروتين كتابوليزم في البون نتيجة كورتزون ينشط أيها البروتين ينزل لها البروتين ويزور الضمل لكن مأساة ينزل على الكربوهيدرات وهو تساعد معدلات السكر في الدم ، وهو تحصل معدلات السكر في الدم لذلك ، وأن قررت أساس جلوكو نيوجينيسي وإن يحاول أن يكون كربوهادريت مثل الجليسرور و اللكتك أسد والبروبيونيلكو إنزائم والكلام للقرر وهو تحدث في الدخل أفضل الغلق و expiration the fasting التي لا تتساعد من الوجبات و اتنم مغادرة من الوجبات لذلك كان الشيء ينتص عدد من الدم الجلايكوجين الذي موجود في الليبر يتكسر بعملية الجلايكوجينوليسس لكي يوفر جلوكوز في الحالة التي لا تأكل فيها في الأوقات التي لا تأكل فيها بين الوجبات وهذه أهميته أيضاً الطبيعية في الجسم الطبيعية الفات ميتابوليزم يحرك الدهون من الأديبوستش ومن المخازن ويقلل الهيباتيك لايبوجينيسس وهو أصلاً الهرمون الوحيد الذي يساعد لايبوجينيسس في الجسم هو الإنسولين والسماتوميدين هؤلاء الذين يزاودوا لايبوجينيسس غير ذلك أي هرمون ثاني يقصر الدهون في الجسم ومنهم الكورتزول الكورتزول يقصر الدهون فيمتج كمية كبيرة من الفريفاتي أسز والكيتون باطز التي سأستخدمها كمصدر للطاقة في الطوارئ أنا أقول شواء للطوارئ أو المصدر الرئيسي ونحن في الأثناء الرستوف ومزاجنا حلوة لا يوجد مشكلة للطوارئ أولابتاح والجلوكوز لكن الجلوكوز لا يكفني في الطوارئ فأضطر أكسر الدهون وقصر البروتين عشان يطلع عمينه أسد وفاتي أسد وكيتون باطز كمصدر للطاقة الكيتون باطز بالمناسبة هو المصدر الرئيسي للطاقة للمخ أثناء الطوارئ ليه المخ؟ المخ شخصيا البريك أثناء الطوارئ ليس أثناء الطوارئ وفليسترس لكن المصدر الرئيسي للطاقة للمخ في الأمر العادية هو الجلوكوز برميسف أكشن هذا أكشن ثاني للكورتزول لأنه يعمل على الميتابوليزم ما هو برميسيف أكشن؟ إنه يساعد هرمونات ثانية لتقدير وظيف يساعد مين؟ يساعد الكاتيكلامين وتغلوكاجون في عملية الجلوكونيجينيس يساعد الكاتيكلامين وتغلوسهرمون في عملية اللايبوليس وهو مهم وجوده على الميتابولين بهذاHealth وعلى المؤثر أشناء القو gamble تواجده اسمه برميسيف أكشن ومهم أنتعرف أن الكاتيكلامين نع Boden عدده في غياب الكورتزون الكاتيكولامين لا يكي لكننا لم يتقف القصص verso إلى الصحار ها هي قهى حجم التغربية لنشت الكلاف من خلال الكاتيكولاميين يعني! إن نشط الكاتيكولامين عشان تعملotzdemesses crazy blueございます الكاتيكولامين عشان تعمل severity لتدخيل الكاتيكولامين بطبيعي- block are pretty ill here في مرة أثناء في الأكشن تأسير الـ Sahelço Will Street ونعتبره طوارئ أيضا. نعتبره طوارئ. ما هو الطوارئ؟ إنه عندما يكون عنده جفاف جفاف. هو يعمل مثل EDH هرمون ويحبس المياه في الجسم. يعني يعمل Water Retention في حالات الجفاف عشان يحفظ على كمية المياه. يعمل مثل EDH هرمون ويقلي المعدلات. الحاجة الثانية هو لو العيان عنده عنده جفاف سيعمل كده. يعمل مثل مرار الكورتكويد ويحبس السوديم في الجسم عشان يحفظ على معادات الجفاف. لو العيان عنده مياه زايدة في الجسم. هو يعمل الانهبش ال EDH هرمون وينزل المياه الزايدة في لورين. عشان من المطرين هو يزود ال GFR. يبقى الكورتزون لما يكون هناك مياه زايدة في الجسم يعني. يعمل الانهبش ال EDH هرمون وينزل المياه الزايدة. لو عنده هيدريشن يعمل مثل الالدسترون ويحبس السوديم في الجسم. هذا لكشان تعلق الكورتزون سواء المياه زايدة أو المياه اللي يعمل بدول إفتت في على ناحيتين. على الـ Blood cells ولمفاتيكس يعمل في الأوعاد الخلايا الدم ولمفاتيكس. هو يزود خلايا ويقلل الخلايا. يقلل الخلايا ويزود خلايا. يقلل الخلايا لإزينوفيل لكي يعالج الحساسية. يقلل البيزوفيل ويقل للمفوسايد لكي يؤدي العيان في نصيبة. يقلل للمفوسايد ويقلل الجهاز المناعة. فالعيان عرضة للفيروس انفكشن. عرضة للتيبيو تيبركوليوزيس. يقلل الكورتيزون من الأسرار الجناعة يؤدي إلى كنصر لأنه يقلل المناعة. هذه الإنفوسات الخاصة بمهاجمة الخلايا السرطانية. يزود نيتروفيل كميكانيزم في الجسم لكن هذه أبوهم. إنفوسات كبيرة أهم من نيتروفيل. يمكن تقوم بوظيفة نيتروفيل الماكروفاج. لا مشكلة. يزود بلاتلت يعمل جلطة. جلطة، ثرومبوزيس وإنجوليزم. يزود الاربسيز يعمل بوليسايسيميا. بوليسايسيميا مشاكلها كثيرا الحقيقة. يزود يزوجها في الدم وتقلل البلاطفلوت. يعمل سينيانوزيس في العيان. يزرق ومشاكل كثيرا الحقيقة في بوليسايسيميا. لا أفرح بأن أزود كل الدم الحمرة. للمفوبينيا الذي نقص للمفوسايد دي. يزود الزايدين. هو طبيعي أصلا. نحن عندنا في صورة الدم الطبيعية. نيتروفيل هي أعلى أعلى. نيتروفيل والبليتلت والدرق البلسيس. هم دوله بكتار أصلا في صورة الدم. ودوله قليلين. دوله أصلا قليلين. هذا البيزوفيلد زيرو. والإزينوفيلد خمسة في المئة ولا بتاع. والإنفوسايد ديت عشة في المئة. يعني يكون دوله قليلين في مكونات الدم. لكن دول الكثير. هو يزود اللي زايد. يعني دول زايدين أصلا. فهو يزودهم أكتر مما أكتر مما هم موجودين عليه. ويقلل الأليلين. يزود الزايدين ويقلل الأليلين. هذا أنت. الإفكتة على نيربا السيستم. هو بيعمل الريتابيليتي. والتشينج في البرسوناليتي. والإنقابليتي تكونسنتريت. بيقلل التركيز. وهو لو زر على فكرة. بيعمل مانية يؤدي إلى الجنون. لو زاد تركيزه. الدم بيعمل الجنون. يعني يفوت. الأبيطايد. على الشهية هو بيفتح الشهية. عن طريق أن يزود إنتاج ما يسمى. الـ اللي هما بيفتح الشهية. والي هو southern проблем. والكورترويا والترويا. في فتح الشهية. فهو يزود إنتاجهم. فأفتح الشهية عند العيان. يقلل الأبيطايد. فإن يزود الليبتين. يعني يزود هذا. ويقلل هذا. يعني هو لو دنية الأبيطايد. ممكن يزودها كذا. لكن. لكن which of which is very dominant حسب إنتاج من دول الكتير يعني هذا الكتير ولا ده الكتير، الليبتن هو الكتير ولا ده وهو يعمل توفكت وزي تأثيره على المياه بالضبط كالوفرهيدرشن والديهيدرشن يجب تأثيره على الأبطاية برضو دول إفكت مختلف حسب إنتاجه للمواددين لهزيد أكتر هو اللي يبقى تأثيره سائل موديولات الإجزايتابيليتي يعني الإجزايتابيليتي اللي هو البيهيفيار والمود ده هو أنت أول ما تاخده أول ما تاخده يعني استحل عصد وايفوريا أو حلاة وسيطلع في الصحابين يا سلام ده أنا أكدع رجل في العالم ده أنا أكدعي أحسن سنة في العالم يعني تحس بهذا كلا يمنdev ثقة في الجنس أما لا يخيف كرويات جسد وبذا ولّ أزيل اموتuding للم 거ATA أنا مثل الفول يا دكتور وهو يموت لو أحضر كرويات جسد فقط أنا مثل الفول يا دكتور هذا الفول يا دكتور إحساس أنت في الانتعاش مهم ولكن next hvis يتن作 بكابلة أقول حضر عليها مع التخis Frozen الكورتزون يؤدي للجنون بقى يعني هو الأول بمزاجه حلوه وتبع كبه يفوت بيقلل الرابط أي موه من تسليب يعني بيقلل المرحلة اللي فيها الأحلام بيقلل مرحلة الأحلام بيزود السلو في سليب إلى المرحلة الثانية يعني بيزود الأوكنس تايم بيخليك يقز يعني بيخليك كده ويقز على الإسكليطة المصل ماذا يفعل على الإسكليطة المصل ماذا يفعل؟ يزود الأسطايا الكولين وبالتالي يزود نيرماسكوات ترانسيميشن وعشان كده بيخليك كفية وبتاعهم صح صحيان يزود الإجزايتابليتي يزود درجة الاستجابة في الأعصاب والعضلات وهو مهم في حالات الاسترس هو أصلا هورمون أجزاسترس يعني هو قلنا أنه يوفر في الاسترس طاقة عند الطاقة الطبيعية موجودة بلوكوز فهو يزود عليها أمينو أسد وفاتي أسد عن طريق البرميسف إفكت بتاعها مع عركات الكولامين هيكسر الدهون ويكسر بروتين في الجسم ويطلع عليها أمينو أسد وفاتي أسد وكيتون بطس أستغليك 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 أفين في الطب برضو أنا لو عندي جرحة أو كلام مني دي حالة استرس في الجروح حالة استرس فهو يزود الأمينو أسد عشان استخدمها في التشوري بير عشان في الهيلنج بتاع الوونز يعني هو أنتينفلاماتري إفكت ويشتغل فقط في الفرماكولوجيكال دوز وليس في السيولوجيكال دوز يعني مش الإنتاج الطبيعي في الجسم يشتغل أنتينفلاماتري لازم تدي علاج من بره عشان يشتغل أنتينفلاماتري يعني فيه 2 اكشن للكرتزون لازم يتتخدم عن طريق العلاج مش عن طريق الإنتاج الطبيعي الكورتزون في الجسم أنتينفلاماتري إفكت والأليرجيك إفكت حساسية مضاد للاتهاب و الحساسية هذا الذي ممكن فرماكولوجيكال دوز يعطى بوصفة طبية لكن هو إنتاج الطبيعي لا يعملش كده أصلا أنتينفلاماتري صابرس الإنفلاماتري ريكشن عن طريق الإباه دي الحاجات كلها اللي خاصة بالإنفلاميش كل ده الميكانيزمات للإنفلاميش إنهيبت الرليز بتاع ليزوزوم الأنزيم فورميشن الليكوترين والإنترلوكين اللي هو الاندوجينس بايريجين دول اللي برفعه الحرارة خلاص والمكروفاجين مش عارف ايه على فكرة بيعمل لهم إنهيبيشن صورة دي مكتوبة إنهيبيشن إنهيبيشن مش مش فورميشن إنهيبيشن أو فورميشن يعني إنهيبيشن بيقلل الكابيلا ري بريميابيليتي عشان كده بيقلل الإديمة في حالات الإنفلاميشن إنهيبت الفيبرو بلاستيك اكتيبيتي بريمنت دي مكتوبة الإنفكشن يعني هو كده بيعمل هو معروف طبعا الفيبرو بلاستيك اكتيبيتي دي عبارة عن أنت بتعمل عشان تمنع انتشار البكتيريا أو الكلام ده الأماكن المجاورة وعشان برده تمنع الادهيجينس اللي هو يعني البعض الحروق كده بيحصل سكارز فورميشن بيحصل ندبات وهو يمنع تكون الندبات دي يمنع الأثار بعد الجروح وكلام ده يقلل النبر بتاع الانفلاماتروسيل خلال نيتروفيل والحاجات دي يقلل ريليز بتأسل الإيزينوفيل والكلام ده والبيزوفيل دول بتوع الانفلاماتروسيل يقلل ريليز بتاع الميدياتور بتاع الهستامين وبروستا جلاندر وهو المهم في علاج الأزمة للبرونكا الأزمة وكلام ده يقلل الحاجات دول يخفوا من التطور الحالة في حالة الأزمة وكلام ده انت ويقلل الليكوترين دول المسبوعين الحاساسين سمعت لحضراتكم الانتي انفلاماترو والانتي أليرجيك افكت دول بالفرماكولوجيكال دوز فقط الهرمون دي بندها امبيريكالي في الاوتو اميون دي سيز يعني بيضل كورتزون في الاوتو اميون دي سيز عشان بيقلل ما بيقلل الاوتو اميون ده جاي من مناعة زايدة يعني فيه اوفر اكتيبيتي في الاميون سيستم انا عشان اعمل الهيبشن لجهاز المناعة بدي كورتزون وبندي في النيور بلاستيك سيلز بس از و از انزا برين اديما والشوك يعني بدي بردو امبيريكالي يعني كده عمياني يعني بلايند بدي بلايند لكده روتين يعني بدي روتين في الحالات دي كورتزون وكلها حاجات بلاوي بلاوي دي بلاوي عرفك ده بقى حاجات طوارئ برين اديما شوك نيوبلاستيك لما يدو اورام كلها حاجات كارديو باسكوار سيستم بقى تأثيره على كارديو باسكوار سيستم منتينة نورمال ارتريا بيتش بيحافظ على ضغط الدم الطبيعي عن طريق اللي هو الوينو ترويك افكت يعني بيزاده كونتراكتريت بتاع الكاردياك مصيل عن طريق تأثيره عن ادرينيرجيك بيتا هون دي سيبق بزاده صدم اتي بيييز اكتيبيت صدم تسم بمب يعني يعني عن طريق يقلل بروستاجلن بيحافظ على الضغط من ثاني البلوت فوليوم يقلل البسكولار برميابريت يحافظ على حجم الدم ثابت داخل الوعية الدموية ويقلل النفازية الكابيلاري ويبنع الإديمة على الكدني يكون عكس الـ EDH هرمون ويشتغل في حالات عندما يكون هناك أفرهايدريشن ويزود الـ GFR ويعمل أكسكريشن للماء ويقلل الأسد بلود بإنكريزنج الفوسفيت والأمونيا أكسكريشن يعني يساعد العلاج حالة الأسدوزي رسبيريشن أثناء الفيطال لايف أخذتهم في الرسبيريشن فيما سبق أن أجبكم تقول هذا مهمة لكي تنمع الرسبيريات بالدسترس سندروم في الأطفال لما حديثي الولادة المعدة هو مشكلة يعني هو ممنوع من عمبتن أن يؤخذ في أي واحد عنده بفتك ألثر أو قرحة في المعدة لأنه يزود الـ HCL على البون بيعمل هشة في العظم على طريق البون فورميشن على طريق الإنهيبت الأستيو بلاست وإنهيبت الكولوجين سينسيز وأنتي فيتامين دي يشتغل ضد الفيتامين د يزود يعني يعليب البناء العضل وأزود تكسير العضل الكورتزيول بعمل في علاج الفيتامين دي توكسيستي طالما يقلل الفيتامين دي يعمل ألام لإما في إيديهم أو رجليهم على المرضى اللي بيهضوا قلتزوه على الكنكتف تشوه يقلل نشاط الفايبرو بلاست ويقلل الكوالجينسينس ويقلل في علاج الروماتيك فيفر والحمة الروماتيزمية في القلب عشان يمنع الفايبروزيز عشان الأكشن دو ما بيقلل الفايبرو بلاست دو هيقلل التلايف اللي بيحصل في القسم السمامات بتاعت القلب ويقلل التليف اللي بيحصل بعد الحروق عشان يمنع الكلويدز اللي هي الندبات اللي بتحصل بعد الحروق الوظيفة دي أنا استفدت منها في علاج روماتيك فيبر عشان ما يحصلش تليف في القصب الصمامات او القصب يديا يحصل استينوزيز في الميترالبالب او ريجيرج او كان هذا القبيل بمنع تكون الندبات عقب الحروق ما بيستخدمش في التي بي لانتباع مصيبة لو ديتوا في التي بي حصل في لير اوب فليير اوب يعني هتترعرع المايكو الباتيريايام بتاع البكروب اللي هي سابق بي disability مايكو باتيرام بس الله المرض تي بي هيزيد ويمكن يموت العيان هنسميهody attack's 가지49 في الجسم كله يقل الجسم به مرض الدارج في الجسم كله iletary تعليز twitter طيب ي räصل على كل الation وكل السيستمز في الجسم كله. لو انت ديت كورتزون هي ترعرع ويتشعشع ويحصل له فلير أب. هيهيك في الجسم كله يعني لو انت ديت كورتزون لان معروف ان التي بيهاجمه هي خلاية تيلينفوسايد. والكورتزون بيقلل تيلينفوسايد. يبقى انت قللت المناعة اللي بتهاجم التي بيه فاستلم بقى اللي هيحصل للمريض ربنا نزل. نجل اليميونيتي والليمفويل. قلنا بيدمر المناعة. قلنا الكلام ده هو بيقلل البيلينفوسايد وبالتالي يقلل اليميونيتي ويقلل انتاج الانتباضي. يقلل التيلينفوسايد وبالتالي يقلل السيلور إيميونيتي وخصوصا التي هيلبر سيلز. يعني يشتغل يا جماعة على الكورتزون ده من الآخر كده. قلنا بيقلل نشاط التي هيلبر يعني جزي مرضى الايدز. مايرضى الايدز يعني جزي اله اي فيروس. يعني تبقى نصيب. يعني كنت جبت المريض ايدز بالضبط. يعني انت متخيل ان انت تجيب له عيان ايدز. يعني انت بتقلل مراعة التيلين والمراعة عنده. فهيبقى عرضة للأيدز وعرضة للتي بي وعرضة للكانسر ومشاكل. هيقلل الانترفيرون فورميشن بتاعت الفيروس. الانترفيرون ده اللي بيهاجم الفيروسات في الجسم. فقلنا كده كورتزون فيقلل الانترفيرون. في الليمفومة في السرطان ملت الليمفويد تيشو مفيد في علاج السرطان نفسه. يعني هو اصلا بيساعد في نفس السرطان. يعني انت تدي السرطان حصل فعلا. السرطان حصل قريدي. فهو بيدوب الخلايا السرطانية كده بيدوبها. لكن هي انت ممنعتهاش. انت بس بتحدي من نشاط الخلايا السرطانية في القصة دي. عن طريق لوكل افكت بتاعه. مش عن طريق شغل على المناعة. فبيستظم برضه في الكورتزون بدي في الناس اللي عاملة مثلا رينال ترانس بلانتيشن. زارعه كدني او زارعه اي اورجن. لانه بيقلل المناعة فبنقلل رفض الجسم. لانه بيقلل نشاط الترين فوسيت. والترين فوسيت هي اللي بترفض الاعضاء المزروعة. اللي هي ترانس بلانتي الأورجن. لفكتة على تأثيره على الهرمونات الأخرى في الجسم. هو بيقلل شوق الهولجروس هرمون والسيروكس. اسم الترين على الاتنين دول. سيقلل السيروكس من الكورتزونية. هو بيقلل الانتاج هرمون وبالطبع الانتاج الـ TSH هرمون وبالطبع الانتاج TSH هرمون وبالطبع الانتاج الـ TSH هرمون. وهذه مشكلة بالطبع الهرمون. السيارات الهرمونة أنات'm حضراتكو عارفينه هو مهم يعني في عملية الـ يخلي الخلايا تنمو، لكن الذي يفعل الخلايا تعمل من النحية الوظيفية هو السيربسون هرمون كنت قلل ما أقوله لذلك في أخلي في وظفة الجسم كلها، يقلل هذا السيربسون هرمون الـ نحن نحن بحب رد مريض كورتزول، يجب أن نسحبه تدريجي النه حتى لا ننخول في مصرفه الـ او الادرينالجلاند فيلير فبنسحبه تدريجيا يعني لو كنت تدلوه قرص كل يوم يبقى بعد كده ده بقوي يبقى قرص يوم بعد يوم وبعد كده قرص كل يومين قرص كل ثلاثة أيام قرص كل أسبوع قرص كل عشر تيام واحدة تسحبه خالص لا تسحبه مرة واحدة لانك كده هتعمل فشل في الغطبة الخذرية وهتفقد وزيفتها وتعمل حاجة اسمها الادسونيان كرايسيز دي ممكن فاتل دموميتا للمريض لو ما تلحقش لعنهموه لما تسحب الكورتزون من عيات تسحبه تدريجيا لو بتبدي دو كورتزون اسحبه منه تدريجيا لا تسحبه مرة واحدة ما تقولهش وقف الكورتزون على طولك لا وقفه بالراحة بالتدريج وزبط له الجرعة بالتدريج الكنترول بتاع الكورتزون سيكريشن عشان انا اتحكم في افراز الكورتزون عند الهرمون الرئيسي طبعا اللي بيطلع من الهايبوسالاماس اللي بيأثر بدوره على الانتريب بيتيوتري بيطلع منها الادرينيو كورتيكوتروفك هرمون اللي هو بدوره بيأثر على الادرينال كورتكس هو ده اللي مسؤول عن افراز الكورتزون من الزيونة فاسيكيولاتا بنسمى الاءاخسز اللي هو قدام حضراتك هذا هيبوسالامو بيتيوتري آدرينال أكسز نجا الفيتب 갔 ميكانيزم إنه بيانتج الكورتزون من الزيونة فاسيكيولاتا ويعمل نجا الفيت باك طبعا اللي بتحكم armour في أفرازه لما يزيدنا عن حده دول اللي هو النيجا تفتيت باك من كنزيزي لا لا ما قلت لحضرات كلها في عامة أخرى تحكم في إفراز الكورتوزيول في الجسم غير الفيدباك وغير الهورمون بتاع الحيبو سرامس دايور ناريزمي أنا عندي اللي بتحكم في أي حاجة لها سركادياريزمي يعني التغير في الإفراز اليومي يعني قلت لي السعر البيولوجية بتاعت الجسم يعني ده بتحكم فيها نواة كنيوكيس الحيبو سرامس النواة دي اللي بتحكم فيه الـ Diurnal Variation بتاعي حاجة باسمينة معدلات النوم واليقظة درجة الحرب تختلف الصبح عام بالليل ضغط الدنيل بيختلف الصبح عام بالليل ضغط الدنيل بيختلف الصبح عام بالليل ضغط الدنيل بيختلف الصبح عام بالليل إذن هناك حاجات في جسمي بتخضع عليه الـ Diurnal Variation التغير يومي في الحاجات دي ده بنسميها الـ Sleep Wake Cycle تعافب ساعات اليقظة والنوم اللي بنظمها لما السبرة كيازماتيك نيوكلاس لفيدبو سرامس وبناء عليه نرى استجاباتا للضغ و الى آخر ساعة النوم فإنت وينت نايم يزيد الكورتزول بحيث يوصل إلى أعلى معدلاته ما بين الساعة الرابعة أو الساعة إلى عشر صباح الرابعة فجراً إلى العشر صباحاً دهه أعلى م Terry Perry وينت نايم فكدةспئين معدلات في التواقيد وينت نايم ليصل إلى أعلى معدلاته في التواقيدauf وإثناء النهار بقى يعد يل ينايمael إثناء النهار ونشاطك اليوم لغاية ما نجي بالليل، نجي بالليل أولاً بالليل، انت رايح تنام، بيبقى أقل معدلاته وانت رايح تنام، لما تجي تنام بيزيد وانت نايم، تجي تصحى الصبح في الفجر تلاقيه عالي أو عالي، تكمل بنشاطك اليوم وهكذا، طب يا دوكتر، وفي ناس عندهم السليبريزم المطلخبط، يعني الطيارين والمضيفات في الطيارة، وبتوع الأمن وبتوع مش عارف ايه، الناس اللي عندهم اليوم مطلخبط عندهم، بيصحوا مثلاً بالليل ويناموا بالنهار، هو الكورتزول مرتبط بساعات الليل والنهار، وليس مرتبط بالضوء الشمس، ولا غياب، ولا الأمر، الكورتزول مرتبط بعدد ساعات النوم، انت نمت عدد ساعات كافية، هيزيد الكورتزول، نمت بالنهار، نمت بالليل هيزيد، هذا اللي أنا أقصده من اخر، مرتبط بساعات النوم، هذا في النص الطبيعي، بين الساعة الرابعة والعشرية صباحاً، أعلى معدلاته، وبعد كده يبتدي الساعة 12 بالليل، هو 12 مساءًا، ده بالليل، 12 مساءًا، ده يبتدي إيه اللي خالص، وعن يبتدي إعلى التاني، لما يجي تنبقى عيرة تاني وهكذا، يصبح أعلى معدلاته في التوجيه ده، السترس والكورتزول، كل حالات الاسترس، الاسترس سواء كان الفير أو التست عن جزائي، اللي هو بتاع الاختبارات القلق والتوتر بتاع الامتحانات، والكوجنيت الفايديشن، والحاجات المعرفية والكلام ده، افويدنس بيهيفيار، خلاص، اللي هو الناس المنعذبين والكلام ده، الميموري امبيرمنت، زي كده تبع ضعيفة والكلام ده، الحالة كلها حالات استرس، استرس كونديشن، التواتي يتأثر على مين؟ يتأثر على الهيبوصلامس، يتفرض الكورتوكوتروفيين، ويأثر على البيتيوتري، لكي تفرض كورتوكوتروفي هرمون، يأثر على الكورتكس، لكي تفرض كورتزول، كي يواجه هذه الحالات، يتزبط هذه الحالات طبعا من حالات الاسترس، أيضا فيزيكال، زي الاكسرس، الاموشن، زي قولنا الفير إلى آخره، الهايبوغلاسيمي، وهي حالة استرس، الهايبوكسي أنسون، تأثر على هيبوصلامس، تفرض CRH، هي أثر على البيتيوتري، تفرض STH، وفي البيضوح الجليند، لأن الكورتزول الفيسيكوريات يطلع على البركورتكوين، وده من نيجة الفيتباك ممكن أن يقلل ده، ويقلل ده لما يزيد عن الحدوث، والسركادياريزم طبعا هو التغير اليومي في إنتاج الهرمون، زي ما انتفقنا الساعات النوم واليقاظة إلى آخره، الكورتزول أيضا يزيد، ويزيد حاجات يتزاود في الجسم مثل السريتونين، 5-Hydroxytryptamine، والفازو أكتف انتستاني البلطايد، والفازو بريسن، وهو الانتي ديانتو كورمون، انتي ديادة كورمون، يزيد بالسريتونين، ويزيد بالفيو آي بي، ويزيد بالفازو بريسن، ودول كلهم بيعملهم مين؟ بازو كونستريكشن، هدول لما بيزيدهم بيعملهم بازو كونستريكشن، بيزيد برضه بالكافيين، القهوة بيتزاوده، الـ viral infection عشان هو defense mechanism بتاع الفيروس، يعني الـ viral infection دي بتزاود الكورتزول، يتزاود الكورتزول، ويبقى ندخل في سايكل نهايتها العيان بيتضمر يعني، يعني الـ virus infection دي هزاده كورتزول، فالكورتزول يقل للمفوسايت، فاللمفوسايت متعرفش الدفع عن الفيروس، فالفيروس يترعرع في الجسم، وتزيد الحالة سوءاً، بالـ sleep deprivation، اللي هو ساعات القرق والقلق، ومشعارك في نام كويس، دي بيزاود الكورتزول في جسم، وحاجة مش كويسة، حاجة مش كويسة أصلاً، الـ electroconversible اللي هو علاج مرضى النفسيين، بجلسات الكهرباء، جهاز الكهرباء دي حاجة stressful، العيان بتحطه، في جهاز الكهرباء كده يقعد يتشنج، وبعد يطلع منها زي الفل، جلسات الكهرباء بالمناسبة، non-brainful بالنسبة للعيان، يعني ما بيحسش، نحن نكون حد فاكر، أنت لما تشوف جلسة الكهرباء العيان مريض سايكاتري، أنت تتألم كمشاهد، لأن المريض نفسه لا يحسش بالجلسة دي، ويفوق من بعدها زي الفل، يقول لك يا سلام، أنا كنت فيين، أنا زي الفل، الـ dying patient، أيضاً يزاود الكورتزول، تحتى stress طبعاً، الـ dying واحد يموت، يحتضر، The disorderz بالكورتزول، نحن نقدر أن الكورتز بيحسن تفرز مجموع من هرومنيات، منيراليوكورتكويد، تفرز بيكورتكويد، واندريجينز، هذا الكورتزول، لكن المضلة تطلع الكاتيكولامين، تطلع كاتيكولامين، مضلة تطلع كاتيكولامين، لكن الكورتز تطلع التلاتة دول، فلما يكون في hyper function يبقى التلاتي دول هيزيد نشاطهم زي يبقى زونة فاسيكوليته لما يحصل hyper function في الكورتكس يبقى فيه hyper aldosteronism يعني زادة إفراز الألدسترون ويزيد تأثيره بك زونة فاسيكوليته بعمل cushing disease دي بتعمل cushing disease زونة راتيكوليته بعمل adrenogenital syndrome ده لو زادت نشاط إفراز الأندرجين في الميل، الأول في الميل بعمل adrenogenital syndrome هايبو فانكشن بعمل مرض اسمه الادسونز هايبو فانكشن في الغدة دي بعمل مرض اسمه اديسونز لما يكون اكيوت يعني حالة حده لو ما علجناش لعنها يموت داخل الطوارئ اسمها اديسونيان كريس لكن الحالة مجملة بقى والأعراض هادية شوية اسمه اديسونز disease لكن حالة اكيوت اتاك بنسمها اديسونيان كريس داخل هايبو فانكشن، ده هايبو فانكشن، ده هايبو فانكشن طب نبدأ كده بمين؟ ناخد فكرة عن داخل الكوشنج سندروم هو SQL ده هايبو فانكشن في الزونافسيكيولاتة لكن برضو طبقتي دليل هو هايبول فانكشن في الجلن بكلها Like Who في كورتيكس والاحت for fois that's the question فنتيجةcessive Goate andатовο OP أندرجين، وهو يزيد الغود والأندرجين، يحصل نتيجة إيه؟ عندما يزيد الكوشنج، وهذا زيادة نشاط الغودة القذرية، يحصل أولاً أولاً، الكورتكس بالأكسيسيب أمانت من الرح، يعني الرحيب صرامة الزاد، فهي زود الاسيتي اتش، وبالتالي يزود إفراز الكورتزون من الكورتكس، أو في ورم في الزونة في السيكولاتة، على فكرة هذا نسميه secondary، لأن هذا ليس في الغودة، خارج الغودة، الحاجات التي في الغودة نسميها primary cushion، هذا المشكلة ولكن المشكلة نفسها في الغودة فيها ورم، يزونها في السيكولاتة ديفرز كورتزول independent of SDH، يعني إيه independent of SDH؟ نحن عارفين في feedback mechanism يا جماعة في feedback، إن الكورتزول عندما يفرز ينهيبشها SDH بالfeedback mechanism، هذا الطبيعي، هذا الطبيعي، في الأوران، نحن لا نحن جعل بما يحدث الطبيعة، الورم هو سلوك نشاز في الخلايا، فتصرفته حتى شازة، يعني ما لا يخضع للقوانين الطبيعية، يعني الكورتزول عندما يفرز من الغودة دي، ليس يقلل الـ SDH، ليس يقلل الـ SDH، ليس يقلل الـ SDH، ولا الـ SDH هيأثر فيه أصلاً، فهو ليس معتمل الـ SDH خالص، دلنا قصوم الكلام، الورم لا يقعد يفرز كورتزول، وعمره لا يقوم بإنهيبشن ولا feedback، ولا كلام من ده خالص الـ SDH، هذا الكورتزول ليس معتمد على الـ SDH و هرمون، لكي تفرق بين الـ 2، لو هناك بجمينتشن في الخلايا، هذا معتمد على الـ SDH، لأن هذا الـ SDH يزود السابغة في الجلد، لو السبب بتاع زيادة الكورتزول ليسي، السبب هو زيادة الـ SDH، وهو النوع ده، النوع ده هو معناه، تشوف الجلد على عيان كده، هتلاقي فيه بجمينتشن، لأن الـ SDH يعمل مثل الميلانوسايتستاميريتنجو هرمون، بيزود سابغة الجلد، على فكرة أنهم بطلعهم من خلايا، من مركب واحد اسمه البرو أوبيوملانوكورتين، اللي يوجد تريجلاند، لو هو بالسكن، خلاص، بدون نرجع بالـ SDH، ده كورتزول ليسي، ليسي الـ SDH اللي زي، اللي اكتبك أدرينا الهرمون بروداكشن، ده سبب آخر لكوشنج سندرون، سبب آخر، ما هي السبب الآخر؟ اكتبك في مكان غير الأدرينا الكورتكس، بيطلع STH هرمون، يعني فيه أورام، ليس في الأدرينا الكورتكس، ولا في البيتيوتري، بيطلع STH هرمون، كسلوكشز من هذه الأورام، نسميها بارانيوبلاستيك سندرون، نسمي هذه الحياسية، مثلاً، نجد حاجة غريبة، تجد ورم في الكبد، مثلاً في الليبر، بيطلع تستسترون، إعلاج تستسترون بالكبد، لا نعرفها خالص، هذا سلوك شزء من الأورام، يعني تجد الهيباتيكسيلكارسنوة في الكبد، في الكبد نفسه، بيطلع تستسترون هرمون، بيطلع الهيومان كوريونجونادوتروبين، بتاع الحمل، يعني تجد راجل، وعنده اختبار الحمل بوزطف، راجل، وعنده اختبار الحمل بوزطف، فقر في بالوة، حصلت له بالوة، ألا وهي إصابته بالقانسر في الليبر، إن الأوراض السلطانية، بتطلع هرمونات بمزاجها، ما لهاش قيود، بالتخلايا بتسلق سلوك شاز، هو ده اللي نقصده بالإكتوبك أدرين الهرمون بروداكشن، أنه هناك الخلايا سلطانية في الجسم، رازارزان، هايبو سالمس، أو بيتيوتري، أو الكورتكس، غيرهم، ويطلع هرمون STH، أو حتى CRH بتاع الهيبو سالمس، مثل اللونج، اللي هي البرونكا الكارسينويد، ده ورم في الرئة، ورم في الرئة، بيطلع هرمون ده، الرئة في الحالة طبعاً تفرس الهرمون ده يعني، ده المستقومة تيومر، اللي بيفرس الهيبو سالمس، يعني تلاهم الهيبو سالمس، والدنيا كلها كويسة، الكورتكس كويس، والهيبو سالمس، والبيتيوتر يشك أنه عنده سرطان في الرئة، إياتروجينيك، يعني الدكتور اللي جاب البال والي للعيان، هو اللي عمل له كوشنج لسيز، كيف؟ قاعد يضع كورتزول لفترات طويلة، يعني علاج بالكورتزول لفترات طويلة، هو ده اللي بيجيب الكورتزول، بيجيب الكوشنج للمريض، يبدأ إياتروجينيك بواسطة الدكتور، تلمة إياتروجينيك في الطب، معناها أن حاجة عملها الدكتور في العيان، المرض تسبب فيه الطبيب، المنفستشن الكوشنج سندروم، هممكن أن ألخص المنفستشن دي كالآتي، يعني واحد بقى عنده زينة الكورتزول في الجسم، وعنده بلوة، إذن تقول له كورتكويت تعمل إياتروجينيك، على البروتين، تعمل إكسترا هيبات الكتابوليزم، يعني أتكسر البروتين، اللي هو اللي انتفقنا عليه خارج الكابل، على الفات، تعمل سنترل وترانكا الأوبزتي، حتى بيسموه بفلو همب، يعني بتلاقي المريض عنده بروز، في ظهره كده، في الانترسكابل والريجون، بروز من الدهون، والبروز من الدهون ده شبه الجموسة كده، شبه السنب بتاع الجمل كده، أو الجموسة، فبيسموه بفلو همب، يوعد توزيع الدهون في الجسم، هنشوف سورة دلوقتي لهذا موضوع، الكربوهيدريت، يعمل سكر طبعا، يعمل ديابيتس ميليتس، بنسميه في الحالة دية استرويد ديابيتس، استرويد ديابيتس، على المنرالو كورتكويلز، يعني لو اتتفقنا، ان الكوشنج زيادة في نشاط الكورتكس كله، في كورتزون هايزيد، الألدسترون هايزيد، يعمل هايبرتنش، ارتفعت الضغط في خمسة وثمين فيما من حالة الكوشنج، على الزون الريتيكوليز، هي زود الأندرجن، فالبنات هيبقى فيهم الأعراض البنات، الفيميل هيبقى عندهم المشكلة أكثر، الميل ما بتأثرهش قوي بالحتة دي، إنه ما أصلاً، في الميل عندهم شعر كثير 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 في جسمهم، لا تفرقش، لكن البنات يبقى عليهم التأثير ده واضح، ببقى البنات عندهم هيرثيوتزم، يعني زيادة توزيع الشعر في جسمهم، في الأماكن حتى اللي ما تبقاش فيها شعر بصورة طبيعية، زيادة البادي والفيس هير، يعني عندهم حاجة اسمها الفريليزم، يعني تشبهوا بالرجال، يعني الجسم بقى شعر كثير كثير في جسمهم، ويطبع لهم دقني والشنب، وكده زي الرجالة يعني، أكني لحبوب الشباب، بيطلح حبوب شباب، الحبوب الشباب دي على فكرة، هو نتيجة زيادة الأندروجين، زيادة الأندروجين، سواء في الولد أو في البنت، حبوب الشباب دي، نتيجة الأندروجين، هرمونات الزكورة زايدة في البنت، يجي لها أكني لحب شباب، اللي هي عبارة عن انفليندوس بيشياس جلاند، التهاب في الغودة الدهنية، سابه زيادة الأندروجين، زيادة الانفكشن، لكي لا يوجد مناعة، يبقى عرضة لأي حاجة للمناعة، حيث يحصل على ديبريشن، البلاد تشينج، في مائل بوليسيسيميا، وده مشاكلها كثيرة إن شاء الله، بالوديل واحدة، والإنفوبينيا، نقص اللينفوسيت، وده يتقالي المناعة، نيربوس سيمتم، حاجات في الجهاز العصب، وهو السينيس، هو الجهاز العصب، بيعمل في الجهاز العصبي، بالجهاز العصبي، هنا بيعمل irritability، يعني، قلق وتوتر، insomnia، ما يعرفش ينام، unxiety، الآن، emotional disturbance، أريد أن أحسس بالإمتعاش من غير سبب، يزود الأبيطايت، عن طريق زيادة النيوروبطايد Y، حسب بقى، وهو يزود الليبتن، أو يزود النيوروبطايد Y وCRH، حسب، هذا الشغل على الأبيطايت، هنا بيعمل depression اكتئاب، على ال skin، لو ال STH dependent cushing، نتيجة زيادة ال STH، لو كان الساب هو زيادة ال STH، يبقى فيه skin pigmentation، لو ال STH ده نتيجة ورم في البودة نفسها، وزيادة الكورتزون دون الزيادة في ال STH، يبقى ال pale skin اللي يبقى شاحب، وليس ساب غير زيادة في الجلد، شاهدوا، هذا الفات في منطقة الرقبة بديا، زيادة الفات distribution، والتفاصيل كلها، شاهدوا أن تنزل سلت ملت، أنا أقول كده، شاهدوا أن الرقبة نازلة كده، مع مرة واحدة، التفاصيل دي، أن الدهون ماشى كده، وتراكم الدهون في منطقة الظهر هنا، والرقبة، ده بيميز مريض الكوشنج، مريض الكوشنج، عنده hyperglycemia، السكر عالي في عام الضيابيتس، عنده CNS retability، عنده sodium و fluid retention، يعني عبد الارتفاع في الضغط، عنده CNX extremitis، عشان العضلات بدأت تتاكل، والبروتين بدأت يكسر في العضلات، عنده GIT disturbance، وبيزاود ال HCL في المعدة، في الفيمية اللي بجي لهم إيمينورية، انقطاع الدورة الشهرية، وهيرسي وتزمع تزياد توزيع الشعر في جسمهم، الجلد بتاع الجسم بقرفيع، بيربلسترايا، يعني عندك بيبقى نتيجة تكسير الفيبرو بلاستيك تشوي، والكولوجين تشوي، اللي موجود في الجلد، فبيبين لون الأوعية الدموية لتحت الجلد، اللي بنسميها بيربلسترايا، خطوط، تبقى لونها كده بنفسك في العيانين، نتيجة ظهور الكابيلري، إن الجلد بدأ يكسر كمان البروتين اللي فيه، بروزس يعني الكادامات، وبتيكي دولة معناهم كادامات، يعني تجمعات دموية تحت الجلد، بيرسوناليتي تشينج، اللي اخبطة في السلوب بتاعه في البيهيفيور، مون فيس، يعني وش ولا وش الأمر كده، عشان الخدود دي بتبقى مليانة دهون، وشه مدور كده زي الأمر، زاد السسطيط على الانفكشن، ما فيه مناعة خالص، في الميلز عندهم جينيكوماستيا، تعاملق في السادي، يعني السادي عند الرجالة بيبقى فيه تعاملق، يعني بيكبر حجم السادي والبريست في الرجالة، نتيجة دي من أسباب جينيكوماستيا، يعني أسبابنا في حاجات كثيرة جينيكوماستيا دي في الرجالة، الكورتزول، ومنها المرضى اللي بياخدوا دواء ديجيتاريس بقى الهارتفيلير، برضو بيجيلهم المشكلة دي، وفيه نرده بتاخده نوع من أنواع الديوريتيكس اسمه الألدوميت، برضو بيجيلهم تعاملق في الحكاية دي، كأثار جانبية الأدوية، الفات ديبوزيتس في الباك، ومنها تركهم الدهون في منطقة الباك، وعشان كده يسمى فله هام، ممكن رجله تتكسر، رجله تتكسر، نتيجة هشاشة في العظام أوستيو بروزيس، ده مريض الكورتزول، ده الكورتزول، ده الكورتزول، ديبوزيتس، شكل المريض اللحبط، انتشار الشعر في الإنياس، وحب الشابير، لون المريض تغير غامئة أو الشاحب حسب STH-dependent، أو non-STH-dependent، مونفيس، والسكين بروزيس، وهو الكدمات الحمارة في الجسم، وهو الكدمات دي كده، وهو الكدمات دي كده، وهو الكدمات دي كده، وهو الكدمات دي كده، وأبدومنا الاسترايا، جاء الخطوط دي، الخطوط دي، خطوط دي كده، نتيجة أن الجلد نفسه كان فيه فيبرسيشو تكسر، والكولوجين بروتيني تكسر، فبان بان لوعيات الدمائية لتحت الجلد، فيه حاجة اسمها الكوشنج ترياد، عشان تفرقوه من الكوشنج دي سيز، ده حاجة الحقيقة، بتبقى على مستوى المخ، دي لما مشكلة الكوشنج ترياد، غير كوشنج دي سيزيز، اللي نتكلم فيه الوقت، عشان ما بدي بقى نتيجة ذات الانتراكنال تنشن، في حاجات النزيف في المخ، دي في حالات النزيف في المخ، يعني عنده ادفاع في السيستولي بلد بريشر، والبرل اللي عنده برديكارديا، وعنده انهيبيشن في الاسبيريشن، الثلاثة دي كده، الثلاثة ده، خلاص، بيبقى نتيجة مين؟ الكوشنج ترياد، الثلاثة دي بتاع الكوشنج، نتيجة النزيف في المخ، نزيف في المخ، ده حاجة ثانية غيرل نتكلم فيها الوقت، عشان تشابه لأسماء ده، المنرار الكورتوكويت بقى، يبقى ناخد زونة جولوموريولوزة، اللي هي فيها الالدوستيرون سيكريشن، ونشوف تأثيره ايه بقى المنرار الكورتوكويت، دي هدى خلص الكورتوزون بمشاكل، المنرار الكورتوكويت ده على رأسها هرمون الالدوستيرون، ده الهرمون البارز في هذه العائلة، استيرويد طلع من الكوليسترون، يطلع من الزونة جولوموريولوزة السوبرفشية لير بتاع الكورتكس، قلدو يعني ميا يا جماعة، وستيرون يعني استيرويد، قلدو يبقى خاص بالمياه، طبيعي لقطة المياه بالموضوع، وعندما يعمل التنشن للسوديم، يسحب السوديم يعاني رئي أبزوربشن في الكيدني، يأخذ وراء مياه باسف، يسحب وراء المياه بالأزموزيس، ده موست الهرمون رئيسي، الهرمون رئيسي، النورمال سوديم في جسمنا، يتراح 135 ميلي اكوفلان تبرليتر، والبوتاسيوم 3.5 ميلي اكوفلان تبرليتر، لو البوتاسيوم ده وصل 8، هو أقصى 5، لو وصل 8، يعمل كاردياك أريزما والأخبطة في ضربات القلب، لو وصل 11، ده بيوقف القلب ويموت العيان، بيوقفه في الديستول، تعرفت قبل كده أن الكالسيوم بيوقف القلب في السستول، لكن البوتاسيوم بيوقف القلب في الديستول، تبدأ المعادلات الطبيعية للسوديم المتسم، اللي بينظمها هذا الهرمون، والهرمون ده essential for life، لأن أي خلل، زي ما تشوفتم، خلل في البوتاسيوم، بيوفاهو، وموتهو، خلل في السوديم، إذن ما فيش أعصاب عندك هتشتغل، ولا عضلات هتنقبل في جسمك، كيف أنت انتهيت، يعني السوديم ده، والمهم عشان عامات، ديبلوريزيشن، والإجزائيشن، تعالى النيرباس، والمصر التشو إلى آخر، ألدستروم يعمل في الكبني، هذا النيفرون، فالتارج التشو الرئيسي هي distal febules، distal والcollecting rub، يعني الأكشن الرئيسي بتاع الألدستروم، مشاريع distal febules، والconnecting rub، يعمل Sodium Retention، وبوتاسيام Secretion، وهيدروجين Secretion، وهو يبقى Sodium Retention، وبوتاسيام Secretion، وهيدروجين Secretion، وهيدروجين Secretion، وهووتر Retention، ده الأكشن الإجمالي بتاع الألدستروم، والأكشن بتاع الألدستروم على الكدني، على الكدني، بيزاود Sodium Reabsorption في distal part بتاع النيفرون، عند اليومنا البردر، نجيب للصورة أحسن، ونشوف يعمل هذا الأكشن، نشرحه على الصورة، قبل ما خلص الأكشن ده، ده على الكدني، وهنشرحه دلوقتي، لكن هو يشتغل في أماكن أخرى في الجسم، على السويت جيلاند، وعلى السريفر جيلاند، وعلى الانتستاني الميوكوزة، وعلى الديستال كولون، ويعمل برضو Reabsorption للصوديم، نفس الأكشن، بسيكريشن، البوتاسيام والهيدروجين في الأماكن ده، خلاص؟ وهو بيعمل نفس الأكشن في الأماكن ده أخرى، على السويت جيلاند، والسليفر جيلاند، ولكن ما يعمل في الكدني، عشان رئيس الطعب طاع في الكدني، يعمل الآتي، في الكدني، هو بيعمل الآتي، أهو، الدسترون، هو هرمون ينتمي إلى على كدسترويد هرمون، يعني هو كوليستيرول النتشر، فيعدي في طريقة الدم، بسهولة يأتي من الدم، ويفرز من الكورتكس، يمشي في الدم، يعدي، ده بالنسبة للكدني، ده البريتيوبلر كابيلاري، هذا الرينالثيوبلارسيلس، وهذا الليومن بتاع الرينالثيوبلز، كدن فرق. ده التحت انهم بيأعد من 거지ولاتر البرجر، هذا الكابيلاري برودر، يعد بسهولة بيأمسك في الرسبتروا هيالسيتو ب without clients انها معين NiU, اذا صارتون المما dell me, الملسك فرسبتر في السيتو بلاسم دفنيمن PNflu. الملسك فرسبتر في السيتو بلاسم، يعمل يبقى ال،عمل السيتو بلاسم؟ ويروح للبرج أبريتس والريبوليزمي في تيكولم وعشان يعمل بروتين وصنع بروتين معين بروتين اللي هيتصنع بقى اللي هو بنسميه اللي هو بروتين إندوزد ألدوسترون يعني البروتين اللي تصنع تحت تأثير الألدوسترون هيعمل ماذا بقى البروتين؟ بصوا حضراتك بقى البروتين بي نشط السودا متاسم بامب على البيزولاتر البرد فما يعمل كده هيسحب السودا ويعمل سكشير بتاسم يبقى نشط السودا متاسم بامب على البيزولاتر البرد بتاع الخلية هنا هنأخذ السودا ونقديه الدم ونجيب البروتين مكانه ويقوم يفتح لي بقى شوفهم للشانل بتاع البوتاسيام على الإبكال أو اليوم للبرد عشان ينزل البوتاسيام تحت ملسان ومبتاسيام سكريش ننزله في اليورين هنأخذ ماذا في السودا ويفتح لي بردو بابات البوتاسيام هنا يفتح حالي على اليوم للبرد في تشانل دي يفتح براث دوسترون عمل البامب هنا مشطها نشط هنا فتح التشانل بتاع الصودا فتح التشانل تقع السوداضيام فتح التشانل بالمية المية ودخلت المية هنا هو الدسترون العمل دي خلي بقى الحضر رب strips وقعدين يكمل المشوار مع بعض الاده يسحب المية اللي دخلت دي ويؤديها الدم هذا الده يستخد المية يؤديها الدم على دو فتح تأكد السودا لتساهم في هذه العملية لان المية تتسحب بقى السودا دي يوجد ما ماشي كده ياخد ورا مية في الأزموزس اكشن اخر هو لو هادروجين بانب او هادروجين اتي باس بانب الموجودة في الدستار تيوب ينشطها عشان يساعد الهادروجن سيكريشن يعني ساهم في تصديح عمليات الاسدوز السام لاجانب اللاويه بنشط بكولوريود باي كارب اكسشنجر ميكانيزم عند الباسدولاترال بوردر عشان برضه يصلح الاسدوزس يعني أنت ستأخذ البايكربونيت دية قلوة تودها الدم وتنزل الهيدروجين دية في الشارع وكذا صلح الأسيدوس الألوسترون إذن أكشم تعمل الألوسترون هو تقدم حضراتكم هيشتغل في الديستان نيفرون هيشتغل على البيزولاتر البوردر هيعمل الآتي هيشتغل أنشط سودامتاسيام بامب وأنشط الفلوريت بايكرب اكسشنجر ميكانيزم على الإيليكال بوردر بي اوبن السودامتشانيل اوبن البوتاسيامتشانيل اوبن الاكوابولينز دية الواتوريتشانيل اكتيفيت الهايدروجين او البرائمر اكتف ترانسبورت هيدروجين بامب هذا الاكشن بتاعه على الكتب نشوف الكنترول بتعالدوسترون سيكريشن اللي بتحكم في إفراز الالدوسترون في الجسم؟ اللي بتحكم في إفراز الالدوسترون في الجسم كالآتي تفتكروا نقص السودام ولا نقص الهايبركاريميا زيادة البوتاسي ولا نقص السودام هايبوناتريميا الهايبوناتريميا معص السودام في الجسم ولا زيادة البوتاسيام اللي اطلع الالدوسترون هم.. ده كانت ترى هايبوناتريميا 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 اللي أنا أنا معاك اللوجيك أنه بقى كده لكن للأسف مش هو ده الإجابة يعني أنا هلت ليها دكتورة السودام معدله 135 إلى 145 في الدم معدله عالي كثير عشان يؤثر في إفراز الألدوستيرون لازم يقل قوي يعني لازم يدخل بقى في 80-70 عشان يقدر ينشط الغدة تفرز ألدوستيرون لازم يقل قوي لكن البوتاسيام معدله في الدم بسيط من 3 إلى 5 ميلي إكويفلين للبوتاسيام أي لعبة بسيط في البوتاسيام يطلع الألدوستيرون على طول أي زيادة بسيطة في البوتاسيام أي زيادة بسيطة في البوتاسيام يطلع الألدوستيرون على طول يعني شوفي يعني هو خمسة طبيع بقى ستة يطلع الألدوستيرون لكن عشان نقص السوديام يطلع الألدوستيرون ده نحن محتاجين أنه سوديام يهل قوي دايما الحاجات اللي موجودة بقيم قليلة في الجسم بصورة طبيعية اللعبة فيها هو ده اللي يؤثر وتسم بقى 3 إلى 5 لكن السوديام مية خمسة وثلاثين إلى مية خمسة واردائية إذن اللي يؤثر أكتر هو اللعبة في القيم البسيطة وليس القيم العالية وصلت يا دكتورة فهو يعمل يعني البوتاسيام بيزود السيكريشن طبعا بتاع الألدوستيرون على الطرين هو بيعمل في الزونة في الزونة في الزونة فيدخل البوتاسيام هو يزود الكالسيام بعد كده فيعمل ريليز الألدوستيرون ده الميكانيزم هذا الآلية اللي يطلع بها الألدوستيرون من الجسم يعني إذا جاءنا من البوتاسيام بيزود الفورميشن بالكونفيرجن يعني بيزود الفورميشن بالكونفيرجن بيحول الكوليستيرول إلى بريجنولون اللي هو استيموليوية الكتيريست واللست السيب الفورميشن يعني ده في الخطوات نفسها يعني منشط الخطوات بتاع بنائقه ويخرجوا كمان من الغدة كمان أي تغلط في البوتاسيام فيتا المميت وانهنون لما وصل حداشر يوقف في القلب وفي أمريكا على فكرة بيقدموا المتهمين بيعدموهم في السجون بالبوتاسيام يديروا بوتاسيام كرورات انجيكشن ويوقف في القلب مات خلاص يعني يعني لو يده تركيز البوتاسيام يموته هذا من العامل الثاني اللي بتزود إفراز الارضوسترون في الجسم كيف تقصوا حضراتكم معي افكر حضراتكم رينين انجيوتينس السيستم الكدني عندما تعاني من اسكيميا نقص البلوت سبلاي بسكيدني وتقوم نقص البلوت بريشر نقص السوديم ديليبر الماكل لدينسا زيادة السمبساكتون ستزود إفراز الرينين من الكدني الرينين يعمل على مادة تأتي نقص الارضوسترون الانجيوس الانجيوتيني سيحفر انجيوتينس 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 ps انجيوتينس انجيوتينس 아 you 尽 انجيوتينس باي هدعن الأكشن يخصني في المحاضرة هو الأدرينيال كورتكس لكي ينطلع على الأدسترون من الأدسترون وهو الأكشن يقدم أنجوتينسين 2 في أسرع أدرينيال كورتكس يوكي ينطلع على الأدسترون ما هي الحاية التي تزود إفراز الرينين؟ يقدم إفراز الرينين أن يزود إفراز الأدسترون نعص الاكستراسيروفِ لوت فوليون منتحالات النزيف ناروند في الرينيال أرتني نقص الصوديم إنتيك أو في الحلات الديوريسيس يقف الفترات الطويلة بيعمل رينيس كيميا سيمباسيك استيميليشن عن ريئ البيتا ريسيبتور دي موجودة في الجاكستا جولوموريار سيلز بيطلع الرينيس قلنا الهايبوناتريميا لازم يقل لعشرين هون يعني البوتاسيام قال لي واحد بس قال لي واحد زاد واحد طلع على الدسترون هذا يجب ان يقل لعشرين نعيشن عن مية ثم سو دولاتين نقص الصوديم ينشط الماكلة دينسة هذا ميكانيزم ثاني فединشط الرينيسيكريشن لا يعزي نشط إفراز الدسترون نقص الصوديم يطلع الدسترون و زيادة البوتاسيام يطلع الدسترون هذا المعنى الجملة هو حساس أكثر البوتاسيام هو أكثر من الصوديم الكثير من العادة إنهم قمتلك بالفعل في فرصي 8 أفراز الألدوسترون برميسف أكشن يعني ايه؟ يعني تساعد الحاجات التي يطلع على الألدوستروم يعني هذا STH ليساعد ما هو الذي يعمل على الزوناج المريلوز لكن يساعد هذه الحاجات كلها، يساعد الرين أنجوتينسي السيستم يساعد الهيبر الكاريميا ويساعد الهيبوناترينيا يعمل مساعد برميسف أكشن لكي يطلع على الألدوستروم، لكنه نفسه لا ينشط زوناج المريلوز لأنه الأدنة كنت تكالهرمون أو شاهدهم زيادة STH لا تزويش الألدوستروم هذا بالعكس يتقللون يبقى STH هرمون Stemulose secretion of cortisone وبالتالي، هو ليس مثل cortisone regulation الالدوستروم secretion large independent كما ترى المؤثر الرئيسي فيه هو زيادة البوتاسيوم والرينيان أنجوتينسي السيستم لا تنسوا علاقة بالبوتوتر الجلان لن أقولهم دول الأصل خلاص؟ عشان كده بيقولهم أن التغيرات تهوت البعض يعني فيه أبحاث فيه ناس بتخترح فيه ناس فيه contradiction يعني فيه ناس قالت كده وفيه ناس بتعكسها فيه ناس قالت لما يقيل ال-STH ما بيقصرش على الألدوستروم لكن فيه ناس بتقول لما يزيد ال-STH حيث أنه ما بيقصرش بيقصرش فيه ناس قالت لأ نحنا عملنا أبحاث ولقينا لما يزيدش بيزيد الألدوستروم ماشي محترمت ما عنده مشكلة هايبو بيزيكتومي يعني لما نشي البتيوتري جلان ممكن ده يقل الإفراز الكورتزون لكن ما يقصرش على الألدوستروم ده يثبت أن الألدوستروم ده إفرازه مش معتمد على البتيوتري بيزيكتومي يعني شن البتيوتري جلان مش معتمد على البتيوتري جلاند الإفراز فيه هرمونات حديثة التي تعالت جعلوا لأن تنشط الألدوستروم والتأكتشفت في البتيوتري جلاند مك Höch hender ده هرمونات حديثة بدديه في البتيوتري جلاند وionen وإ out the structure ا Ettعالت الفصان ولا يوجد وإ suppliers بتحالف بيزيكات آلدوستروم أشازك هي ده حديثة يا ألدوستروم هذا هو ده check Galلي النقور ونشط إفراز الألدستروم من الاثنين دول كلام حديث لكن الكلام ستجد في التكست وكل التكست ستجد في الكلام هنا أن البيوتوتر ليس علاقة به لكن هذا الرجل، هذا الأوروبا، نحن مع هذا هو مع الذي يقول هذا هو الدليل وهو الدليل وهو البيوتوتر ليس علاقة بالألدستروم الأذر، السركادياريزم، هذا من التغير اليومي في إفراز الهرمونية سيكون عالي جدا في الصبح البدري قبل أن تصحمن البشرات، سيقل بالليل مثل الكورتزون وهو يزيد مع الكورتزون بحالة الإسترس، لكي يواجه حالة الإسترس الإسترس هو هرمون الكورتزون والكاتيكولامين، لكن هذا يزد مهم لكي يساعد الكورتزون وكاتيكولامين في مواجه حالة الإسترس يعني يبقى لما الكورتزول يزيد اسمها Hyper-Aldlosanism لما الكورتزول يزيد اسمها Hyper-Aldosanism والله إلعامة زايد نتيجة نشاط الغدة نفسها للأدرينيال كورتكس الزوناجولومريلوزا يبقى اسمه Cones disease هذا الجاللي وصل في المشكلة دي كونز وسيسمه Birmary Hyper-Aldosterism لو زايد نتيجة شيئين تنية غير الغدة يبقى اسمه Secondary Hyper-Aldostanism كورتكويد ديماضيابول يعني إيه؟ يعني هنا الهايبرالدوستيريزمي ناتج نتيجة مين؟ نتيجة كورتكويد كورتكويد مزودة كمان في برميسف أكشن يعني الكورتزول يساعد الحاجات التي تطلع الالدوستروم لما كورتكويد يزيد زياد الالدوستروم بسهولة قابلة للعلاج بسهولة أسباب الهايبرالدوستيريزم في جينيتك إيرول في باسوفيسيولوجي يعني كورتكويد رماضيابول لاتيجة الكورتزول باسوفيسيولوجي يزاود السنسيرت بتاع الزونة كورتكويد اللي احنا بقلنا من شوية يعني هي في الأصل مش حساسة للإستي اتش هرمون تيجينيتك إيرول ممكن يزاود حساسية الزونة جرموزية للإستي اتش هرمون في زود إفراز الالدوستروم العلاق الجلوكورتكويد نيجاتي في ميكاليزم في الجلوكورتزول وهو الكورتزول هيقل الـ الألدوستروم إذا كان هذا السابد هذا هذا الشرح الجلوكورتكويد هذا الشرح الحيثية هذا جزء هذا لنأتي بالبرايمري والسكندر برايمري وهو الكونس من السابد أن الغد senators لهم في مشكلة فيها ورم يزيد إفراز الالدوستروم وفي هذا السكندری اخذ نتيجة زيادة الـ ق resolvصي إفراز الرينين زايد والأنجوتينسين زايد هو الذي نشط القادرين للكورتيكس وطلع على الألوسترون. هذا الرين أنجوتينسي السيستم وهو التعالي الرهيب الالوسترون الذي نشط إفراز الألوسترون. هذا يزيد في حالات ماذا نشاهد؟ نحن بعد أن نرى هذه الرسمة الأولى. هذا هو الأكشن للألوسترون لكي لا ينسوه. والأكشن للألوسترون إذا لم تشاهدوا نواة ألوسترون يدخل الخليجة بمنتهى السهولة والألوسترون يدخل جوه النواة بعد كده نيوكليس ويفرد حتة في الدين ويعمل الإبريب اللي هو المسينجير الرين ويطلع المسينجير الرين دي من البروتين معين البروتين بقى اللي يعمل حاجات دي. ينشط سيودة متاسم بام في البيزولاتر البوردر يفتح بوابات البوتاسيوم ويفتح بوابات الصوديم ويزود الهيدروجين سيكريشة لو حدتكم التسيكريشة. هذا هو نوع من أنواع الخلايا الموجودة في الديستل تي بيولز وهي البرينسيبل سيلزم وفي محادة الاسد بيس بالانس نعتمد الخلايا في الديستل تي بيولزم والانتركاليت سيلزم في هايبرالدوستيريزم قلنا في نوعين ناخد البرايمري برايمري يعني فيه مشكلة في الغدة نفسها ورم في الزوناج المريلوز زود إفراز الألدوسترون طبعاً يعني سيبقى عنده السودام زايد هايبرناترينيا وهايبربوليميا حجم الدم زايد وهايبرتنشن عنده ارتفاع في الضهر لكن لا يوجد إديمان لأنه يظهر اسمها ألدوستيرون سكيب فينومنات يعني ما ألدوستيرون سكيب فينومنات؟ وبالبساطة كده عندما يكون عندك هايبربوليميا هايبربوليميا يعني البلاد فوليوم زايد يزود الضغط في الريات إتريان في القلب ويظهر مادة اسمها أتريان ناتريوريتيك بطايت هذا تقلل الأكشن على الكيدني وكي تقلل طبعاً قبل الجديد وتمنع الإديما وتمنع السودام وتنشن يعني تقلل الأكشن لتعاكس الأكشن على الإدوستيرون لأنها تقعد متى تقليل مادة تقلل الريات إتريان لكي تعاكس الأكشن على الإدوستيرون هذا لكي نظ finish وهذه النظام بانه للجيب في نومنات وهناك مادة التنشن مع الإدوستيرون هذا في العين لديهم برايمري وهناك مميزة لديهم نوع إديما وأنا أتذكر طالب ما لسه خارج من الامتحان سنة ستة تقريبا سنة ستة قابلني على طول بعد الامتحان قال يا دكتور أنا فاكر الكلمة دي حالك قلتها ونحن نتوقعها في سنة سنة ثالثة أن جنم في الامتحان إليه اللي بيفرق البرايمر عن السكندري أن البرايمر هابرسوزم مفيش فئة إديمة يا حضرات عشان الظاهرة دياً عشان لما حجم الدم يزيد الضغط فيها على فرية إتران فبيطلع المادة دي إتريال نتروليتك بيبطايد دي متعكس الأكشم على الدسترون تمنع التأثير بتاعها وعشان الضغط اللي بقاش عليها عندهم قوي ولا الزيت بلاد بوليوم عالية ولا الأعراض بتبقى خفيفة شوية في البرايمر عشان المادة دي حاجة التانية اللي بتحصل إحنا نعلم أن الدسترون بينزل البوتاسم في اليورين يعني بينقالبتاسم لما ينزل في اليورين يعمل هايبوكاليميا لما يقل في الدم يعمل مصر ويكنات ضعف العضلات عشان بيعمل هايبوكاليميك نيفروباسي لأن كل الإنزام زل الكدني محتاجة بوتاسيوم فلما يقل البوتاسيوم تختلل وظائف الكلام يحصل بوليوريا وبوليتينوريا يعني شبه الفشل الكلوي وغلوكوز انتورنس يعني المرض بجوله سكر عشان تعرفون حضراتكم أن البوتاسيوم ده عنصر مهم في إفراز الإنسوليمي البانكرياس من حيث بالطبعا نيتقد الكارديكاريزم هي عراض نقص البوتاسيوم Root genug squares -oduسترون ينزل الهيدروجين في اليورين على جديد الكتير، والتوقف يعني تفقد الجسم تعالي مناسب الكلوز نزيجة نقص الهيدروجين في الدم الحاجة أبص حضراتكم في هايبرتنشن معلو بلازما رينين نقولت لحضراتكم ده يشخص البرايمري ده يشخص البرايمري لو زاد البلازما رينين لو زاد يبدأ سكندري إن السكندري معتمد على زياد أهو أفكركم تاني بالمعلومة السكندري هو جماعة معتمدة على الرينين لكن ده مجرد ورم في الغود ده البرايمري فلو الرينين زايد في الدم وإبقاء عليه الضغط مرتفع وأفكر أنه سكندري هو الصفقت المريد لأن يتزود الرينين لأنها ستزود الرنين. لذلك ستزود الرنين. وهذا الرنين يظهر عن 2 سنة. يذهب إلى نشط الزونا جوليمرلوزا. ويظهر على الدسترون. الرنين سيزيد. ويأتي نتيجة أن زيادة الرنين بروداكشن يحدث في الفيمين نتيجة لحبوب مانع الحمل. والتوكسيميا أوبريجنان تسمم الحمل. هذا الرنين يمكن أن يزيد في الحالتين. وهذا الرنين يمكن أن يزيد في الحالات الكوب المغيثة. وهذا الرنين يمكن أن يزيد في الحالات والكب distint. لذلك الرنين يددون أو العودة ان تزوج في الحالات ويزيدون على الرنين. وذلك يزيدون الرنين ويزيدون إلبس ترون. لذلك هذه الأمور بصرعة مدرات البول والفلوروكورتزون. أي شيء سيقوم بتصوير الرنين وصول ماذا في الجسم. ستقوم بتقول البغضى قدام تعمل Second Rehyber Aldosterone الرينين هذا الانزام طبعاً نحن عارفينه ونحن عارفينه في القصة يطلع منه Second Rehyber Aldosterone زيادة Aldosterone Secretion نتيجة Heart Failure Lever Cirrhosis Aldosterone لا يتكسر لأنه يزيد تركيزه في الدم Rinal Disease أيضاً يزيد فيه يبقى ال Level بتاع رين الالجيتينس ينطفل بلازمة Elevated هذا الفرق بينه وبين البرايمر برايمرير لا يوجده فيه بلازمة الرين ما يزيد في الرايمرير يزيد في السكندري الانزام المميزة لل Second Rehyber في هايبر ناترينيا هايبر بوليميا هايبر تينجيا هنا الإديمة موجودة سببها الأمراض المصاحبة هذه الإديمة هي الأمراض المصاحبة لكن الزيادة الأل دسترون في حد الزيادة ما أعمل إديمة مثل الرايمرير إنه فيه إديمة ما إديمة سببها في السكندري؟ هذه الأسباب ما مرض القلب يجلب إديم هايبوكاليميا نفس القصة نقص البوتاسيوم يجب أن نزوله في اليورين ويعمل أرديزميا وماصل ويكنز إلى آخر ميتابوليك الكاليوزيس في نفس الهي لكن أنت عرفت الفرق هنا من العيان بتاع الساكندري عنده إديمة وعنده زيادة في الرنين وعنده الضغط يمكن أعلى من مريض البرايمري، الضغط مرتفع مريض البرايمري عنده ضغط مرتفع وعنده إديمة وعنده هايبوكاليميا وعنده متابوليك الكاليوزيس هذا الكونز برايمري والمداي الساكندري الخيصل في القضية أعمل تحليل الرنين في الدم تحليل الدم سوف السيرام رنين لو يجب السيرام رنين عالي مع الأعراض اللي لابد شبهه اللي يجب الساكندري عندما يقل الأعراض العكس يعني السودام سيقل في الدم، حجم الدم سيقل، الضغطة سينقفض، كلمة البيثسم سيزيد، وهذا أيضا سيعمل أريزمي ويعمل ويقف القلب في الدياستول، وهذا أسيدوزز بدل الكلورش، وهذا الهيدروجين لا ينزل في اليورين في هذه الحالة ويترقم في الدم بوليوريا، حتى أنت فقدت سوديون كثير وكولوريت يشد وراهم ميا في اليورين بالأزموز الأديسونزوديسيز هذا نقص نشاط الغد على بعضها، يعني الأدرينالكورتكس عندما يقل نشاطها، المرض اسمه أديسونز عندما يقل نشاط الأدرينالكورتكس، المرض اسمه أديسونز برايماري اتفاقن، يبقى المشكلة في الغد نفسه، يبقى فيه مرض ضمر هذه الغد وليس مفاجد من hace سمتشكل أدرينالكورتكس، لا gat ألاب complimentary كل السرطنات تزاوضني أفراؤ الألدوسترون، لا نقسم غريبا الألدوسترون اذا نرى الهيدروج الألدوسترون ب Challenge هناك غỗت 주세요 وفي أورام ما يبقى تفرس ألدوسترون يبقى هنا الأورام بتاع الغدة الكنسر أو الـ TB أو الـ immune disease ده مرض ممكن يضمر نتيجة الأنتيباضيز اللي هي الأبنورمال تضمر الغدة أو الأدرينيال الكورتس ساكن داري بقى نتيجة نعص الـ STH هرمون يعني الغدة سليمة هنا الغدة سليمة أدرينيال الجلاندي سليمة لأن مشكلتها المنشط بتاعها مش موجود اللي بنشطها الـ STH هرمون اللي بتطلع عن البتيتري مش موجود المشكلة في البتيتري جلاندي أو تيرشري المشكلة الكبير بتاعهم بالأصل خلص C-RH هبتع هبتو سلمس يبقى لو جبنا الـ Axis من فوق لو هبتو سلمس فيها مشكلة هرمون ده مش هيفرز يبقى ده سمعت تيرشري وطالما ده مش هيفرز يبقى ده مش هيفرز يبقى الكورتسون مش هيفرز طيب لو المشكلة في البتيتري بل S-H هيفرز يبقى هيأثر هنا يبقى ليس إفرز هنا او لو مشكلة في الغده نفسها يبقى برايمري المشكلة في البتيتري يبقى secondary المشكلة في البتيتري يبقى secondary المشكلة في هيفرز يبقى تيرشري أسباب الـ Addison Zillacin مع قلنا الـ Common cause الذي يمكن أن يدمر Autoimmune secondary deposit انتشار الأورام في الغده منتشرة ورام انتشرة ورام في حتة ورام انتشرة للأدرينالجلان مرض الـ AIDS بايلاترال أدريناليكتومي واحد شارل الغدتين أصلا شارلهم جراحيا لديت مشكلة في الكلام وما يعرفوش يفرقوا بالنسيج الأدرينال والكيدن كويس عندما يكون هناك مشكلة في الكلام يمكن أن يشارلوا الأدرينالجلاندي معيها على فكرة أعمال في الشرب في التشريح بين هذا وعندما أفصل لديه الضبط يبقى صعبة أثر كوز ممكن أن يكون مرض اسم الأميلودوزيس ساركو دوزيس هومو كرماتوزيس بايلاترال أدرينال هيموريج فلونج المنينجيو كوكا تسمم نتيجة المنينجو كوكاي بكتيريا وتعمل أو 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 هو له أكشن مشابه للميليانوسايت استيميات الجرمون، ويزود سبلة الجلد، وبعد نتيجة زيادة STH الذي يناتج نتيجة نقص الكورفزون، سيزود السبلة في الجلد، ستجد الشفاف سودة، الإنر أسبت تبتع الشفاف الزت والأندر سيرفز بتاع الطنج، وتجد الكريز بتاع الاسكن، التجاعيد التي موجودة في الجلد، أو النتوءات التي في الجلد بسرعة طبيعية، ستجدها سودة. الأدريسيون يعرضوا الـ skin hyperpigmentation، لكي تزيادة STH لنتج نتيجة نقص الكورفزون، الضغط منخفض لكي يكون الكورفزون قليل، وفيه muscle weakness، وفيه weight loss، gastrointestinal, manifestation, nausea, diarrhea, vomiting, constipation أدوان البين، يلاحظون أنها لخبطت في وظائف الجهاز الهضمي، مرة ديارية، مرة constipation، لخبطت على الأدرينال جلاند، لا يساعد الموجودة من الموجودة للتربة الرئيسي، الأدرينال كرايسيز تبقى عندما يكون النقص مفاجئ في الهرمونات بتاع البودة القضية، نقص مفاجئ، لذلك تعمل الأكيوت أتاج لما تنقذش على الاجتش الذي يموت، يقولون أنه فيه فروسنكوب، ويفقد الواعي، ويكون فروسن كوب، وهيبو غليسيميا، وهيبو ناتريميا، نتيجة نتيجة الالدوسترون نتيجة نص الكورتزون نتيجة ناص الاندرجن نتيجة ناص الالدوسترون والمنيرالي كورتكويد ماذا يحدث هايبوناترينيا سودان بيقل هايبركاليميا متابوليك أسيدوزيز بقى بالإفكت بتاعهم بقى يعني بالآثار الجانبية بتاعيته نتيجة نتيجة الكورتكويد ماذا يحدث في الجسم؟ نقص الكورتزون جمعة ايبوغلاساميا فاتيك ايبوغلاساميا نقص الضيجي نقص للغاية دارك بيجمينتيشن عشان زيادة الاسد ايج البلود يحصل عكس الاكشن الكورتزول بقى هيزيد الاسينوفيل والليمكروسايت ويقل النيتروفيل والأربيسيس وهيبوسيرميا نقص الهفافات ودرجة الحرارة لنتيجة اعراض نقص الكورتزول الادسون ده بفور وده أفتر يعني ده العين هوات مفيش في حاجة العينين للمريضة بعد كده حصل هايبر بيجمينتيشن في الاسكين هوات وجسمها خاصة طبعاً نقص الهرمونات الادرين الجيلاند الادرين الجيلاند من ضمن الادسون يقل الاندرجن زيادة زيادة الارتكيباريز بالاندرجن في هرمونات الذكورة عندما تقل في الفيميل لأن الاندرجن دام تنشط نقاع العزام لانتكورات دم حمراء يأتي لهم أنيمين وبرضه البيوبك والأجزيل الهير والكليتوريز بالتحديد عندما يقل الاندرجن في الفيميل يعني البيوبك هير والأجزيل الهير والكليتوريز النمو بتاعه معتمد على الاندرجن فلما يقل الاندرجن يقل هذه الحاجات يحصل الضمور في الكليتوريز ويحصل نقص في الأجزيل البيوبك هير في الميل لا يوجد افكت واضح لأنه عنده اندرجن كافي من التستس يغنيه عن الذي يخرج من الأدرين الجيلين يأتي فيه خمسة كاردرينالسين يأتي خمس علامات أساسيين لكي تشخص مريض أديسون الذي يبقى عنده السكر منخفض هير والأجزيل الهير والأجزيل الهير والأجزيل الهير والأجزيل الهير هذا خمس الحاجات إلى توفره فيها عي summertime ودعés في الهير floor أقل stupid يعني أن الجلد يبدأ لأن يبدأ غامق هذا hyper pigmentation وهو لون الجلد يصمر والماء. وهذه الكريزة التي أقول لكم عليها. الكريزة تبقى سودة. سودة في العيين. الكريزة تبقى سوداء في هذا المريض. الكريزة تبقى سودة. الميوكوزة تبقى سودة. هذا هو الأديسون. ويسألونوزيا وفومتينج بقى وضيارية ويتلس. ويخس في الكريزة يموت على عطوم. الأكيوت الذي يقلل عليها أديسونيان كريزة. الحالة الأكيوت قتك بتاع الأديسون ديموميتا فاتا. ويحدث كلابس في السيركوليشن. كلابس يعني الضغط يمحفظ جدا في دور الدمية ويعمل الشوك. والجلوكوز يقلي في الدم جدا. وهيبركاليميا. العلاج دي خلل الطوارئ أجماعة على التريتمينت. تبقى كورتزول في الوريد. إنترابينوس وسوديام كلوريد محليل. محليل اللي هو صالين يعني. ده محلول الصالين محليل ملح. تركب له ومدوله كورتزول في الوريد. ده أعراض الأديسونيان كريزيز. بيبقى برونز فيجمينتشن في السكن. هايبوغلايسيميا. بوتشار هيبوتينشن. انخفض الضغط. يعني يقف معريب ما يعافش يقف. تركب الوزيع الشعب. جاسترونستاني الدستربانس. ديارية وكورتزول أخبطة. لكن هنا من المهم في الكرايسيز يكون ديارية. ويت لص ويكنس. الكرايسيز نموغلايسي. فاتيج. إرهاق شديد. وجافات. وغسكولا. يجب انخفض. رينال شتدون. يعني فشل كلا. يطعة بحاجات رأساة صوديون في الجسم وزيئة البوتاسيا ، الإسامه C polite يسمى ADERENAL DEFICIENCIي يسمى ADERENAL DEFICIENCIي الفيصاني المتحدث الكورتزول شرج يعني زيادة الكورتزول يسمى Cushing 출ج يسمى الettiينج يسمى الكوشينج لكن نقص النشاطة بودة القذرية يسمى ADERENAL هذا عكس ADERENAL نأتي الآخر في المحاضرة والآن لم يكن أتم توقيت ثم هرمونات الزكورة التي تخرج من الجuste الغذرية هم هرموين أساسيين blankets ,làhidrobians trone Sproducenter S وس lekings underestimate hydrodrow們ات الزكورة الأساسية ، كميقية حولته من يومن نتيجة انهم تحولوا من واستروجين��ا في duo ودايما يصنع الأستروجين من الأندرجن. وهذا هذا الأستروجين من التحويل من الأندرجن، يتحوي الأندرجن إلى أستروجن. الـ Spermative Genesis في الميل تحتاج كمية أقللها من الأستروجن. إلى جانب الأندرجن، طبعا تسترون هو الهنون الرئيسي لتحتاج كمية أقللها من الأستروجن فقط كعامل مساعد للتسترون في بناء الـ Sperm. هذا الـ Androgen يكبر حجم العضلات. يعني عدلات وده اللي بيميز الميت خلاصه وبينشط بناء البروتين اللي مهمة عشان عميت الجروس السيكريشم تعالدنا الكورت بيبتدي في اليونج ايتش طبعا افراز الوده دي بيبتدي منذ الصغر بيوصل الى اعلى معدلاته في مرحلة البيوبرتي فعلي كده بيقل لمعدلات بسيطة افراز اللي هو الهورماط الزجورة ديت مع الالد ايتش هرمونات آخر الاندريسترون وهو هرمونات الاندريز التجيل سيت تد waves واستروجين والإسترديول نفس القصة وهو مخورمات الأندروستنيدايونة بالإنظام 17 ألفا هيدروكسيبروجسترون ده الهرمون ده خلي بالحضراتكم عشان في حاجة تحصل بعد شوية كده الإنظام ده إنظام ده يمشي في هذا المسارع يحول الأندروستنيدايون إلى تستوسترون ويطلع إسطرة داول في الأخير وهو هرمون الأونوسي يبقى ده ده نحن عايزينه طب افرض الإنظام ده والواحد ألفا هيدروكسي بشارع نفس المادة دي كده ويحاولها إلى مين؟ يحاولها إلى 11 ألفا هيدروكسي كورتزون وكورتزون طب نفترض كده بالعقل إن الإنظام ده مش موجود ده مش موجود لو ده مش موجود يبقى ده كده كله هيتحول إلى ميل بدأ فيش كورتزون هيتكون يبقى ده مده دي هيتحول لكده ما تمشي في السكة دي بقى تكون لأندرجين ده اللي بنسميه الأدرينوجينة للسندروم نقول بعد شوية زيادة الأندرجين في الميل أو الفيميل نتيجة مرض تجد غياب الإنظام ده 21 ألفا هيدروكسيليز يبقى كل المادة ده تستهلك وتمشي في المسار ده بقى أكده في مسار تكوين الأندرجين سواء ميل أو في ميل لكن ما تمشيش في مسار تكوين الكورتزون لأن الإنظام ده بقى في بعض مرض وراسي ده مش موجود يبقى الأدرينال أندرجين يساعد في الميل وفي الميل يساعد الجرس بتاع البيب والأجزيلة وهو مهم في بناء الكليتوريز الكليتوريز يعني بناء كرة دم الحمرة هو منشط قوي لنقاع العظام بدون كرة دم حمرة سواء في الميل أو في الميل وهو يخضع لتأثير البيتيوتري متمثلة في الأدريني كورتيكوتروفك هرمون مثل الكورتيزول يعني يخضع نفس الهرمون اللي يتحكم في إفراز الكورتيزول أدرينوجينتال سندروم اللي بروت الحضراتكو عليه هو نتيجة زيادة مفروطة في إنتاج الأدرينال أندرجين تعالى وضة الفضارية وهو نتيجة ورم في الأطفال أو نتيجة عيب وراسي اللي نمت عليه الوقت اهو الدفكت في هذا الإنظام 21 هيدروكس ده مش موجود فالدنيا تمشي كده بقى تمشي بقى في سكة تكوين هرموات الذكورة المانفستيشن في الفيميل ما هي المانفستيشن في الفيميل؟ يعني واحدة عندها أندرجين كذلك العرض بنسمها فيريليزم فيريليزم يعني تشبه البنت شبه الولاد الحاجات بتاعته يعني ايه شبه الولاد نشوف كذلك تبقى الأندرجين بيعمل ماس براينز كذلك عندها عضلات كده قوية زي عضلات الأولاد وعندها تأخذ الميل التوزيع الشعر في الجسم نسميه هيرسيوتيزم زيادة الهيردستربيوشن في الجسم في الفيميل ممكن يجي لها صلع يعني ممكن شعرها يشاء على الرأس بتاعها يقع خلاص إذا كان عندها جينيتك بردزبليشن يعني إذا كان حد في العيلة وليدها أو كلام مندي عنده صلع فهي عيبية عندها استعاد للصلع يعني أن الصلع يا جماعة الصلع عبارة عن أندرجين زيد مع عامل وراسي يحصل صلع سواء في الرجالة أو في السبتان يعني هذا السبب الصلع الصلع هو علامة من علامات الزكورة يعني هذا اللين لأندرجين عندهم بالنسبة عالية في الرجالة أيضا يجب أن يحصل على مدينة أخرى يعني أن تتساهم المسكولر مع دلات بقاءة وأتروفي في اليوترس طبعا حاجات الفيميل هي حصلها أتروفي ويجي لها إمنورية من قطع الدورة الشهرية وإنه المعتمد على الأندرجين وهو صوتها يدخن شوية بالأحبار الصوتية وهو صوتها يدخن شوية بالأحبار الصوتية وهو صوتها زي الرجالة كده وإزياد السمك الأحبار الصوتية والانه يزيد والبريست يدمر ويحصل لها أحبوب الشباب وتأخذ الكنطور الميلز بمعنى يبقى عندها ويت شولدر والشولدر العريض عندها والبلبس والوست تبقى ديئة وهو الكنطور ويزيد السبعة عشر كيتوسترويد وهو الميتابوليزم الأندرجين في اليورين ينزل في البول بالنسبة عالي لأندرجين زيد وهو صوته بنومونكسين يعني نشخص بي عندما نجده كثير في البول عن المعادلات الطبيعية يعرف أن الأندرجين عالي في الفيميل فتشخص على طول وهو أدرينو الجينيتال سندرون لو زادت في البنت وهو بالغة في الأدلة لكن لو البنت أثناء حديثة الولادة يحدث لها حاجة اسمها فيميل سودوهرمافروديت فيميل سودوهرمافروديت يعني فيميل سودوهرمافروديت يعني الجينيتالي شبه الميل يعني عندها التوليبيا ميجورا يلتحموا مع بعض يبقى شبه السكروتان والكليتوريس يكبر يبقى شبه البينس فنسميها فيميل سودوهر مفروضة لكنها انترنال فيميل يعني الكسينيتاليا شبه الميل لكن الانترنال عندها أوفر وعندها يطرس عادي فالس لكن الناحية الخارجية تبقى شبه الميل يعني عندها الكليتوريس يكبر شبه البينس وعندها الليبيا مينورا والليبيا ميجورا يلتحموا مع بعض يبقى شبه السكروتان الطرق هرمافروديت عندها الاتنين على فكرة فعندها تستيس و أوفر لكن السودو عندها أوفر لكن الاكسينيتاليا بس شبه لكنه شكل بس الليبيا ميجورا بقى شبه السكروتان هذا بنت بالمناسبة، هذا بنت، ليس ولد، هذا صورة بنت ووليتة ولد، وهو بنت عندها سودوهير مفروضية، تشاهدوا الشعر هنا، حصل شيء اسمها تمبراليشيشان، هذا بداية الصلعة، حسار الشعر إلى الخلف، وعندها أداة الشعر يكسف في جسمها إلى آخره، هذا سودوهير مفروضية، البراليزم اتفقنا أنه الحالة التي فيها أعراض الميل، خصائص الميل موجودة في الفيني، في نتيجة زيادة هرمون التستوسترون أو هرمون الاندرجون بسرعة. أعراض الفيراليزم عامة يعني تعرف الفيراليزم، يعني الشعر الكثير في منطقة الوجه، في منطقة الخدود والدقن والأبرلب، مثل الشنب يعني، والديبنج في الفويس، الفويس يبقى له بيتشت، مثل صوت الرجالة تخم الصوت، زيادة الـ 6 drive، هنا تقريز الـ 6 drive يعني ٥ لربديو أو الرغبة لمين؟ يعني للأسف، هو في ميل، لكن يزيد الرغبة لبنات جنسها، وليس للرجالة. يعني زيادة السكس درايف هنا هي بنتي لعندها المشكلة هي بنت، فهي زيادة السكس درايف للفميل وليس للميل سمول بريست وكسينال جينيتاليا، يعني بأنه يحصل له دمور طبعا لكسينال جينيتاليا لأنه معتمد على الأندروجين، وهو الهوموس كشيواليس، هي تميل إلى بنات جنسة، ليس لدجالة زيادة المسل بلك والباور، السيولوجيكال دستيربنس، لخبطة في الجسم كله، لخبطت تسلق سلوك البيهيور بتاعها يشبه الولاد، وهي في الأصل بنت، عندها أبري، وعندها يوترس، لكنها بدأت تسلق سلوك الرجال نذيجة هرمون الأندروجين، هي منورية، ليس من استيروائشن خالص عندها، هذا البنت الذي عندها البريلزم، هذا الأدينوجينتال سندروم، يشاهد الصلع هنا، وأدى الشعر أعود في هذا السيوتيزم كثير، بمصد اعبوية المسل، والآرم هنا، وهي نوع متعبوية المسل، المسل، مصد، واللارجد كريتر، وهي طبعا شبه البينس، وهي الآثل، وهي عميز بلينيات لديها شعر كثيف في تنطقة الشناب والدان، الـ Women with this condition of an experience made better than baldness يعني الـ الستات التي لديهم المشكلة هي صلع مثل رجالة ويجب أن يكون لديهم حب شباب موجود في الشيست كثيرا موجود في الباك، موجود في الفيس، هيرلاين، الأنظر، أرب، في الجروين يعني حاجات الشعر يكون متوزع وعندهم حبوب شباب في الأماكن كثيرا الأدريونجيسا ، لو زاد الأندرجين في الميل، في الأولاد، هل يؤثر فيه؟ ما قبل البلوق، ما قبل البلوق، يعني لو عام 5 إلى 6 سنين وزاد الأندرجين سيحدث له بريمال تورديولومنت الـ secondary sex worker يعني الولد سيبلغ قبل الأوائن، سيبلغ قبل الأوائن، والذي نسمى بريكوشة سيديوبيوبرتين، أن زيادة الأندرجين بالنجة الـ feedback mechanism ستقال الـ FSH والـ LH وبالتالي هورمونين مهمين في الميل 6 أورجن هورمونين على التستس والسبيرماتيوجينيسيز النوات يأتي في استيكلي القتل وماده يقلط وماده الآخرين سيقلطه بالميكانيزم ومهمين على التستس والسبيرماتيوجينيسيز ولنمو التستس أصلا وما قاله تستس سيحصل لها ضمور ولولا يقلل في في الخليل طفل زي هذا وحصلوا هذه المشكلة، يعني عنده الوقت يطلع له شنب بدري، هو عم ست سنين يطلع له شنب بدري، وعنده دقن وعمش عارب ايه، وعلى فكرة ببقى قصير القامة لأن الأندروجين بيعمل بريماتيور كلوجر في الإبيفزيس، بيقفل العدم بدري، فالولد يبقى قصير يبقى قصير عن أكرانه في نفس السن، هذه كلها تعملون Psychological Disturbance، ممكن تنتهي بالوفاة يعني تجيب اللخبطة في البترن، يعني تجيب اللخبطة التي تحصلها دي، تحصل له وفاة في الميل برضو، رابط الـ 6-Origan، appearance للميل 6-Caraacters، نعمل تحضراتكم عليها creation of male sexual desire، يعني يأتي له رغبة بدري، يعني هو لسه مرحلة التفولة، ولكن عنده رغبة sexual desire الـ adult male في البالغين، يعني هو صعب أنه يأثر في البالغين، لأن البالغين أصلا عندهم أندروجين عالي جاي من التستس، هو لو زاد، زي ما تقول كده، خير وبركة، يعني سيعمل فيها إياه، يعني ما مشاعر difficult to diagnose، هذا من الصعب أن تشخص الأدروجينتل syndrome في واحد بالغ ولد، المانفستيشن تبقى مستخبية أو اسكيوردي مستخبية بالأعراض الطبيعية الموجودة في الولد في سين البلو، لأنه عنده شعر كثير، وهذا طبيعي، تفرز التسترون من التستس يعني، ولمزي الأندروجين وبركة، يعني وهي أثر فيه، يعني شكراً جزيلاً لحضراتكم، أي استفسار هذا كثرة؟ كثرة؟ بالتوفيق إن شاء الله، شكراً جزيلاً، شكراً، سلام عليكم، شكراً جزيلاً، سلام عليكم